الحملات الصليبية هي السلسلة من الحملات العسكرية كانت من تنظيم البابوات بدعم من ملوك أوروبا بهدف استعادة القدس والأراضي المقدسة من أيدي المسلمين بعد نجاح المسعى الرئيسي استمرت الحملات من أجل اتفاع عن هذه المكاسب رسميا كان هناك ثمان حملات بين عوام 1095 حتى 1270 بالإضافة للعديد من الحملات غير الرسمية داخل حدود أوروبا بالرغم من وجود عدد كبير من الحملات لكن أغلبها لم تكن حملات ناجحة حيث أنه بحلول عام 1291 استطاع المسلمون استعادة المناطق التي سيطر عليها الصليبين بالنسبة للحملات الصليبية في أوروبا فقد كانت أنجح فهناك في بحر البلطيق ضد الوثنيين الأوروبيين وفي شبه الجزيرة الأيبيرية ضد مسلمي الأندرس لكن هذه الحملات كان لها تأثير سياسي حقيقي في أوروبا فمن خلال مشاركة الملوك والأباطر الأوروبيين ومن خلال ظهور الآلاف من الفرسان والمحاربين أدى ذلك لظهور صراعات داخلية في أوروبا وتوتر العلاقة بين الملوك والشعب وظهور حملات تعصب دينية أوروبية كانت سبب في نشوب حروب داخلية في هذه السلسلة سنتكلم عن الحملات الصليبية ونتعرف على تاريخها ونتائجها وأبرز أحداثها الحملة الصليبية الأولى كانت حدث فريد من نوعي في أوروبا وكانت سابقة في مسج السياسة والدين وهي شرار الحقيقية لظهور حملات أخرى بعد ذلك وجد الإمبراطور البيزنطي أليكسوس الأول في اندلاع الحملة الأولى فرص الحصول على مساعدات عسكرية أوروبية من أجل هزيمة السلاجقة المسلمين والذين كانوا منتصرين عليه في آسيا الصغرى فعندما استولى السلاجقة على القدس في عام 1087 وفر هذا حاجز لتعبئة المسيحيين الغربيين لبدء الحملات فأرسل المسيحيين في القدس رسالة استغاثة للبابا أوبران الثاني والذي استجاب لهذه الدعوة للمساعدة الدافع الرئيسي للبابا كان تعزيز مكانته في العالم المسيحي وليكون المسيطر الحقيقي على كل المسيحيين في العالم وأيضا كان يسعى لأن يفرض سيطرته على مسيحي الشرق الأرثودوكس استعادة مدينة القدس المقدسة ومواقع مثل القبر المقدس الذي يعتبر قبر يسوع المسيح بعد أربعة قروم من سيطرة المسلمين سيكون حدث عظيم لكل مسيحي العالم ونتيجة لذلك أصدر البابا البيان البابوي وأطلق حملة وعظ في جميع أنحاء أوروبا وفيها ناشد النبلاء والفرسال الغربيين شحث سيوفهم واستعدادهم للذهاب إلى الأرض المقدسة للدفاع عن أثمى المواقع في العالم المسيحي وأنقاذ المسيحيين كان المحاربون يؤدون قسم الصريب في إعلانهم عن الانضمام للحملة وهنا انضموا ذهبوا لأرض غريبة عليهم للقتال لكن الدوافع كانت تختلف أولا وقبل كل شيء كان هناك الدافع الديني وهو الدفاع عن المسيحيين والدين وقد وعدهم البابا بالمغفرة من الخطايا وبأن المشاركة هي الطريقة سريعة للوصول للجنة كانت هناك أيضا قيم خاصة مثل الشجاعة والفروسية والقيام بالشيء الصحيح البعض ذهب بضغط من الأسر لكي يصلوا لمكانة الفروسية ولترسيخ اسم العائلة والكسب المادي السريع هناك أيضا من سافر بحثا عن المغامرة وزيارة الأراضي المقدسة لكن البعض كان لهم طموح أقل من الفرسان فهناك من ذهب سعيا للهرب من الديون والذين كانوا أغلبهم من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة هناك من ذهب أيضا بحثا عن الوجبة التي سيحصل عليها خلال رحلة هذه الدوافع كلها كانت مشتركة في جميع الحملات المستقبلية الحملة الصليبية الأولى بدأت في عام 1095 وفيها أعلن البابا أوبران الثاني بدعم من الامبراطور البيزنطي أليكسوس الأول الحملة تعتبر الحملة أنجح لحملات الصليبية على الإطلاق بالنسبة للمسيحيين وفيها دخلت القوات المسيحية للقدس في الخامس عشر من يوليو من عام 1099 في البداية شارك ستين ألف رجل وكان نصفهم من غير المحاربين الحملة بدأت في عام 1095 وبدايتها كانت هناك معارك في آسيا الصغرى وصولا للقدس نجح الجيش في الاستيلاء على نيقية وأنطاكية لكن الانتصار العظيم لهم كان استعادة القدس كان وصول السلاجقة لحكم القدس الشرارة التي بحث عنها البابا لإشعال الحملة الصليبية السلاجقة هم قبيلة تركية تنقل الإسلام في القرن الحادي عشر واستطاعوا توسيع دولتهم ومحاربة بيزنطا والانتصار عليه مما زاد العداء المسيحي اتجاههم ومن أهم المعارك التي انتصروا فيها كانت معركة ماتكارت في أرمينيا في أغسطس من عام 1071 ومنها استطاعوا السيطرة على مدن مهمة مثل أنطاكية في عام 1071 وفي عام 1078 أعلن السلاجقة عن إنشاء مملكتهم في الأراضي البيزنطية على أن تكون عاصمتهم نيقية استمر التوسع السلجوقي حتى وصل القدس وسيطروا عليها في عام 1087 وهنا استغل الإمبراطور البيزنطي أليكسوس الأول وصول أعداءه السلاجقة للأرض المقدسة ليحصل على الدعم الغربي ويستعيد أراضيه في بيزنطا لهذا ناشد أليكسوس ملوك الغرب في مارس من عام 1095 وأرسل نداء للبابا أوبرانتاني والذي استجاب للنداء وأعلن عن الحملة الصليبية لينضم الآلاف لجيش بيزنطا كان البابا أوبرانتاني قد أرسل بالفعل قوات لمساعدة البيزنطيين في عام 1091 ضد بدو قبائل بيتشينك والذين كانوا يغزون مناطق الدانوب الشمالية من الإمبراطورية وكان مستعد مرة أخرى لمساعدة لأسباب مختلفة كانت الحملة الصليبية لاستعادة الأراضي المقدسة إلى السيطرة المسيحية غاية حداتها بالإضافة إلى ذلك كانت هناك فوائد إضافية مفيدة لهم من شأن الحملات الصليبية أن تزيد من هيبة البابا بحكم أنه نجح في قيادة جيش مسيحي موحد وهذا سيعزز من مكانة البابا في إيطاليا فقد كان البابا يواجه التهديد من قبل أباطلة أوروبا المختلفين حتى أنه اضطر لنقل الباباوية بعيدا عن روما وكان أوبران الثاني يأمل أيضا في أن يجعل نفسه رئيس للكنيسة المسيحية الغربية الكاثوليكية والشرقية الأرثودوكسية فوق بطرياق القسطنطينية الكنيستان انقسمتها في عام 1054 بسبب الخلافات حول العقيدة والممارسات وهذه القصة طرحتها في سلسلة بيزنطة وتجد رابط الحلقة في وصف الفيديو وفي حال وجود أي تشكك من أي شخص حول أهمية الحملة الصليبية كان البابا والداعمون له يظهرون مقتطفات من الكتاب المقدس تتحدث عن الكفاح والنظام فهم حسب البابا لا يهجمون بل يدافعون على المقدسات وعى المسيحيين وفي السابع والعشرين من نوفمبر من عام 1095 تعى أوبران الثاني إلى الحملة الصليبية في خطاب ألقاء خلال مجلس كليرمن في فرنسا كانت الرسالة والمعروفة باسم التساهل والتي تستهدف الفرسان على وجه التحديد عالية وواضحة أولئك الذين سيدافعون على العالم المسيحي سيشرعون في الحج وسيتم غسل جميع خطاياهم وستجني أرواحهم مكافآت لا حصرا لها في الحياة القادمة ثم شرع أوبران الثاني في جولة وعضية في فرنسا خلال 1095 حتى 1096 للتجنيد الصليبين حيث كانت خطاباته مليئة بحكايات مبالغ فيها عن كيفية تدنيس الآثار المسيحية من قبل المسلمين واضطهاد المؤمنين المسيحيين وتعذيبهم دون سبب تم إرسال السفراء والرسال إلى جميع أنحاء العالم المسيحي وعملت الكنائس الرئيسية مثل تلك الموجودة في ليمونغ وإنجة وتور كمراكز تجنيد كما فعلت ذلك العديد من الكنائس الرئيسية وخاصة الأديرة وكانت الدعوة تحت عنوان خذ الصليب ويقصد بها القسم عن اتفاع عن الصليب وارتداء الصليب على كتفهم لإعلان التزامهم بهذا القسم التجمع المحاربون من جميع أنحاء أوروبا مدفوعين بمفاهيم الحماس الديني والخلاص الشخصي والحج والمغامرة والرغبة في الثروة المادية وخلال عام 1097 استعد 60 ألف صليبي للمغادرة في الخامس عشر من أغسطس وكان ستة آلاف منهم من المقاتلين الفرسان كان السلاجقة قد سيطروا على معظم آسيا الصغرى وشمال سوريا في العقود الأخيرة من القرن الحادي عشر لكن قبل وصول الصليبيين كانت مملكتهم قد بدأت بالضعف فقد كان هناك صراع بين السلاجقة والفاطميين المتواجدين في مصر استطاع السلاجقة انتزاع القدس من الفاطميين لكنهم تعرضوا لضربة حقيقية بوفاة الملك السلجوقي مالك شاه في عام 1092 موت الملك القوي تسبب في اندلاع صراع داخلي على السلطة إضافة لذلك كانت عاصمة إمارة السلاجقة بغداد بعيدة كل البعد عن الصراع الخارجي وهذا تسبب في قلة الدعم لأرض المعركة خلال الحملة الصليبية الأولى وقبل بضع أشهر من هجوم المسيحيين استطاع الفاطميين استعادة القدس بعض الكتب الغربية تقول بأن المسلمين سواء السنة أو الشيعة لم يكونوا على علم بقيمة القدس في العالم المسيحي ولم تصل لهم أخبار الجمع المسيحي للهجوم على القدس والمسلمين اعتقد كبار المسؤولين في الممالك الإسلامية من أن الهجوم المسيحي سيكون مشابه لأي هجوم بيزنطي سابق ورغم الحشد من البابا والإمبراطور البيزنطي لكن أول تجمع حقيقي كان من قبل عامة الشعب فيما سميت بالحملة الصليبية الشعبية بقيادة بيتر الناسك كانت المجموعة الرئيسية الأولى هي الجيش شعبي وصفت أول مجموعة بأنها كانت مجموعة من الفرسان الفقراء وصغار الجنود والفلاحين بقيادة بيتر الناسك والفارس والتر المفلس والذي كان يلقب بسانسافور بدأوا كعدد قليل من الجنود وخلال تجوالهم في أوروبا تجمع معهم العامة والمزارعين حسب الروايات كان بيتر قد سافر سابقا في رحلة حج للقدس وحسب روايته فقد قبض عليه من قبل المسلمين وتم تعذيبه وهذه القصص كانت دافع للكثير للانضمام في الوقت نفسه كانت هناك مجموعة ثانية من الصليبيين وأيضا كانوا من صغار الجنود تجمع هؤلاء بقيادة الكونت إيميكو من لينجل وهؤلاء كانوا قرب نهر الراي وفي طريقهم وجهوا غضبهم على الأقليات الدينية وبالتحديد اليهود المجموعتين وصلوا للقسطنطينية في أوائل صيف عام 1096 على أن ينتقلوا هناك لمحاربة السلاجقة وكتبت ابنة الامبراطور البيزنطي والمؤرخة آنا كومنينا عن البعثة الشعبية الأولى بقولها كان عدد القادمين من الفرنجة كبير من العزل وكانوا أكثر عددا من الرمل والنجوم حاملين معهم الصلبان على أكتافهم وكان معهم الرجال والنساء وحتى الأطفال الامبراطور أليكسوس لم يكن يتوقع هذا العدد من الجنود والذين كانوا أساسا غير مدربين خاف الامبراطور من أن يتصرف الرعاة والمقاتلين بتصرفات عدوانية داخل حدود إمبراطورية فأرسلهم بأسرع وقت للقتال وقدم لهم نصائح وخطط لكيفية التعامل مع السلاجقة ولكن بسبب عدم الخبرة استطاع السلاجقة بقيادة أرسلان في الواحد والعشرين من أكتوبر من عام 1096 من محو الجيشين والانتصار عليهم بكل سهولة هذا الأمر كان صدمة على البابا والإمبراطور رغم الصدمة من خسارة أول جيش بدأت الموجة الثانية بالتدفق هذه المرة كانت من فرسان حقيقيين ومحاربين محترفين ليصل الجنود للقسطنطينية في خريف وشتاء 1096 هذه المرة أيضا كان الأمر غير مريح للإمبراطور البيزنطي فقد كان ضمن الدفعة الثانية عدو قديم وهو نورماند بوهموند من تارنتو والذي كان قد هاجم والده أراضي بيزنطا بين عوام 1081 و1084 عند وصول بوهموند وفرسانه للقسطنطينية لم تكن هناك مشاكل حقيقية بل أن بوهموند أعلن ولائه للإمبراطور إلى جانب القادة الصليبيين الآخرين مثل جودفوري بويون ودوق لورين السفلي وريموند الرابع كونتولوز والمعروف أيضا باسم ريموند دي سانجيل إضافة لعدوات القديمة كانت هناك مشكلة حقيقية فاللغة لم تكن مشتركة بين الجنود والقادة إضافة لوجود تفاوض في التدريب العسكري بين القبال هناك من كان يشك في قدرة هذا الجيش على الانتصار على المسلمين عند دخول الجيش الصليبي الجديد حدود القسطنطينية قرر الإمبراطور الاستفادة منهم فتجاهل كل الجرائم التي ارتكبوها من نهب واغتصاب خلال طريقهم من دول أوروبا المختلفة للقسطنطينية كان الصليبيين ينهبون ويغتصبون وعندما علم الإمبراطور بالأمر قال بأن هؤلاء قلة غير متدعينة تفاوض الإمبراطور مع النورماند وتم الاتفاق على إنشاءهم ممالك خاصة بهم في الأراضي التي يحصلوا عليها من السلاجقة ولكن على أن يعيدوا الأراضي السابقة للإمبراطورية الإمبراطور وجد بأن هذا الأمر سيختمه فبوجود ممالك مسيحية بينه وبين السلاجقة يعني خلق حاجز حقيقي بينه وبين العداء تقدم الجنش الثاني الصليبي بقيادة الجنرال البيزنطي تاتيكوس واستطاعوا في يونيو من عام 1997 من استعادة نيقية المصادر الإسلامية وحتى المسيحية تقلل من هذا الانتصار وطرى بين السلاجقة انسحبوا من المدينة لكن استمر الصليبيين بالتقدم واستطاعوا تحقيق انتصار حقيقي في معركة دورلايون في الأول مليوليو من عام 1997 بعد هذا الانتصار انقسم الجيش في سبتمبر من عام 1997 فاتقل قسم للشرق وقسم للجنوب الشرقي اتجه الأكثرية لأنطاكية وهي من أعظم المدن في طريق القدس وكانت لها قدسية خاصة للمسيحيين فهي بلاد القديس بولس وبيتر ومسقط رأس القديس لوقة إضافة للقيمة الدينية كان الانتصار وغزو أنطاكية يعني دعاية رهيبة لحملة الصليبية على طول العالم المسيحي أنطاكية كانت من أحصن المدن في العالم وكان من شبه المستحيل تطويقها بالكامل رغم هذا استطاع الجيش الصليبي كسر أسوار أنطاكية في الثالث من يونيو من عام 1998 بعد حصار استمر لستة أشهر استطاع الصليبيين تفادي القوة الإسلامية التي جاءت من الموصل لإنقاذ أنطاكية ولكن أيضا عانى الجيش من المجاعة والطاعون فقد قال وليام الصوري واصفا حالهم كما كابدوا شطف العيش بسبب المجاعة التي جاوزت كل أحد وهكذا وقعوا بين خطبين السيف الخارج والفزع في الداخل وقال ابن الأثير وأقام الفرنجة بإنطاكية بعد أن ملكوها 12 يوما ليس لهم ما يأكلونه فتقوت الأقوياء بدوابهم والطعفاء بالميتة وورق الشجر فلما رأوا ذلك أرسلوا يطلبون الأمان ليخرجوا من البلد فلم يعطهم الملك ما طلبوه وقال لن تخرجوا إلا بالسيف وسط تلك الأزمة أخذ كثير من الفرسان يعبرون عن ندمهم عن ترك بلادهم والحضور إلى الشر لم يبقى أمل للصليبيين في أنطاكية للخلاص من تلك المحنة التي ألمت بهم سوى الاستعانة بالامبراطور البيزنطي ليوقذهم من الخلف لذلك استنجد الصليبيين بالامبراطور والذي استجاب لنداءهم وخرج على رأس جيشه قاصد أنطاكية مخترقا آسيا الصغرى الامبراطور قاد جيش من أجل دعم المسيحيين في عصار أنطاكية ولكن في طريقه قاب الرسول أخبره بأن الصليبيين خسروا المعركة أمام جيش مسلم عظيم ولهذا عاد الامبراطور للقوستنطينية بوهمند غضب من عدم دعم الامبراطور له في حصار أنطاكية ولهذا قرر النورماند كسر العقد بينهم وبين البيزنطيين وتراجعوا عن الاتفاق بإعادة أي أرض بيزنطية سابقة وقرروا الاحتفاظ بأنطاكية لأماراتهم وهنا عاد التوتر بين النورماند والبيزنطيين فهاجم الجيش الصليبيين على أنطاكية وفتحوها يقول وليام الصوري رئيس أساقفة صور والمؤرخ الصليبي واصفا المجزر التي وقعت في أنطاكية وتردد في أنحاء المعسكر قرع الأسلحة وقع قاعة سيوف البراقة وصهيل الخيل وصراخ الرجال واختلط الحابل بالنابل وتجمع في أسوار أنطاكية وفوق أبراجها النساء وبناتهن الصغار وشيوخ البلد وكل من ليس عنده قدرة على الدفاع عن المدينة يشاهدون من مكانهم الذي يقفون عليه المذبح التي تجرى من تحتهم وعلى بكاؤهم وراحوا يندبون مصارع أصحابهم ولسان حالهم يقول ما أسعد من ترفق بهم الموت فقبضت أرواحهم قبل أن تمسهم هذه القطوب أما الأمهات التي كنا يفتخرن بكثرة أولادهم فقد أصبحن موضع الرثاء وصارت العاقر منهن أسعد من كل ذات ولد وكانت آثار المذبحة واضحة كل الوضوح حول الجسر والنهر الذي تبدل لونه وصار يصف البحر سيلا جارفا من الدماء بعد الحصول على أنطاكية توجه الجيش الصليبي للوجه الرئيسي للحملة القدس في ديسمبر من عام 1998 وهناك انتصر الجيش واستولى على عدد من المدر الساحلية في سوريا وفي السابع من يونيو من عام 1999 وصل الجيش لأسوار القدس لكن من بين الجمع العظيم الذي غادر أوروبا لم يصل القدس سوى 1300 فارس و12500 جوندي كانت القدس محبية بجدار ضخمة وعدد من الخنادق نظريا كان من المستحيل اختراقها بهذا الحجم لكن جاء الدعم من البحر وبالتحديد من ميناء جنوة استخدم الصليبيين الأخشاب من السفن لصناعة برجين ومجانيغ لحصار المدينة المسلمين داخل القدس قاوموا الحصار في حين كان الجيش داخل المدينة رافض للهجوم بحجة انتظار الدعم من مصر ثم في منتصف يوليو قرر جودفري مبيون مهاجمة جزء من الجدار كان يراه الأضعاب وبالفعل استطاع ليلا كسر الجدار ودخول القدس في الخامس عشر من يوليو من عام 1999 تابع ذلك مذبحة جماعية للمسلمين واليهود المصادر هنا تختلف وهناك مصادر مسيحية تذكر بأن عدد القتلى في هذه المذبحة بين عشرة آلاف وخمس وسبعين ألف لكن ابن العربي ذكر بأنه تم ذبح ثلاث آلاف مدني من أصل ثلاثين ألف من عدد سكان القدس وفي غضون شهر وصل جيش مصري كبير لاستعادة المدينة ولكنهم هزموا في عسقلان ليتحقق الهدف الرئيسي من الحملة الصليبية ويحصل الصليبيين على القدس ويكون جودفري بطل مسيحي حقيقي وينصب ملك على القدس وفي إيطاليا توفى البابا أوبران الثاني في التاسع والعشرين من يوليو من عام 1999 دون معرفته نجاح الحملة الصليبية المؤرخون يرون بأن معركة عسقلان هي نهاية الحملة الصليبية الأولى بعد دعقيق الهدف عاد العديد من الصليبيين لأوروبا بعضهم حصل على ثروات والبعض حصل على أموال سرقوها من كنائس ومعابد المدن التي غزوها انتشر بأن الحملة رغم نجاحها لكن لم تحقق المكاسب المادية التي وعد رجال الدين المشاركين في هذه الحملة رغم هذا في عام 1100 وصلت موجة جديدة من الصليبيين القسطنطينية هذه المرة بقيادة ريموند من تولوس استطاع الصليبيين السيطرة على قيصرية في 17 يوليو من عام 1101 وفي 26 مايو دخل الصليبيين عكا المسلمون فهموا قوة الحملات الصليبية وبدأوا بدراسة قوة الصليبيين والأسلحة المستخدمة ولهذا في سبتمبر من عام 1101 استطاع السلاجقة هزيمة جيش من اللومبردين والفرنسيين والألمان وهنا بدأت الأمور تسوء على الصليبيين والذين توقعوا أن الأمر سيكون سهل بسقوط القدس لكن بدأ الخلاف المسيحي على مكاسب الحملة الصليبية الأولى الامبراطور أليكسوس أرسل جيش لاستعادة أنطاكية من النورماند هنا استطاع بوغماند الهروب ودخول إيطاليا لمقابلة البابا باسكال الثاني وملك فرنسا فليب الأول بوغماند أقنع البابا وملك فرنسا بأن الخطر الحقيقي على العالم المسيحي هم البيزنطيين أكثر من المسلمين وقال بوغماند بأنه يجب القضاء على بيزنطا وتدمير كنيستهم الضالة وهنا أعلن الحرب ضد بيزنطا فكان الهجوم عليها من ألبانيا في عام 1107 هذه الحملة فشلت فأليكسوس كان على أتم الاستعداد لمقابلتهم البابا رفض الاستمرار في الحرب ضد بيزنطا وهنا أعلن بوغماند تبعيته لإمبراطور بيزنطا وأعلن عن تبعية أنطاكية لبيزنطا نجحت الحملة الصليبية الأولى في استعادة القدس ولكن لضمان بقاء المدينة المقدسة على أيدي المسيحيين كان من الضروري إنشاء مستوطنات غربية مختلفة في بلاد الشام والتي عرفت بعد ذلك باسم الدول الصليبية أو الدول الشرق لاتينية وتم إنشاء فرسان الكنيسة للدفاع على المكاسب في البداية كان هناك تعامل وحشي مع المسلمين واليهود في الأراضي التي سيطروا عليها لكن علم الصليبيين بأن هناك حاجة لدعم أهل الأرض والحصول على الضرائب للدفاع عن المدن المسيحيين يقولون في كتبهم بأنه بدأت موجة تسامح مع المسلمين واليهود بعد ذلك في حين أن المصادر الإسلامية والمسيحية يتكلمون عن قيود حقيقية ضد الأديان الأخرى على الرغم من حملة التجنيد المستمرة في أوروبا ومحاولة إنشاء مستعمراتهم ممالك دائمة فقد أثبت الوقت بأنه من المستحيل التمسك بمكاسب الحملة الصليبية الأولى وكانت هناك حاجة إلى المزيد من الحملات لاستعادة القدس بعد سقوطها مرة أخرى في عام 1187 ولهذا ستكون هناك سبع حملات صليبية إضافية والعديد من الحملات الصليبية غير الرسمية الأخرى طوال القرنين الثاني عشر والثالث عشر والتي واجهت جميعها الفشل الحقيقي ورغم النجاح لكن هذه الحملة كانت جرس انذار للمسيحيين والذين وجدوا بأن هناك خلاف حقيقي بين الكنيسة الشرقية والغربية وأيضا انتهزت الجماعات الصليبية والتي عادت من الحملات الصليبية فرصة الحماس المسيحي لمهاجبة مجموعة من الأقليات وخاصة اليهود في شمال فرنسا ورايلاند المصادر المسيحية تذكر بأن المسلمين لم يدركوا حقيقة خطورة الحملات الصليبية بل قيل بأن الفاطميين كانوا يفاوضون الصليبيين لخلق تحالف بينهم وبين الصليبيين للصد أي هجوم إسلامي سني عليهم وكان صاحب السلطة الفعلية في مصر في ذلك الوقت هو الوزير شاهن شاه بن بدر الدين الجمالي والذي ظل يحكم البلاد طوال عهد الخليفة الفاطمي المستعلي بالله والعشرين سنة الأولى من حكم الخليفة الآمر بأحكام الله اقترح الوزير أن يعترف بسلطة الصليبيين على أنطاكية على أن يتركوا القدس تحت سلطة الفاطميين وكان هناك تحالف بين الفاطميين وبيزنطة وهذا ما جعل الفكرة غير غريبة عليهم ولتأكيد حكمه على القدس أرسل جيش تمكين على المدينة وتسلم السلطة من الأمير السلجوقي وكان الامبراطور البيزنطي قد نصح الصليبيين بأن يحاول الاتجاه للحل الدبلوماسي من أجل التحالف مع الفاطميين هناك مصادر مسيحية تقول بأنه بالفعل كان هناك تواصل بينهم بل وأنه تم إرسال رسول من الصليبيين لمصر وفي يناير من عام 1098 أمام أنطاكية المحاصرة عرض الفاطميون على الصليبيون مشروع للتحالف تضمن البنود التالية يتعاون الطرفان على القضاء على السلاجقة مقابل أن ينفرد الصليبيين بحكم أنطاكية وشمال الشام ويحتفظ الفاطميون ببيت المقدس وجنوب الشام على أن يسمح للصليبيين بزيارة الأماكن المقدسة في فلسطين وتكون لهم الحرية الكاملة على أداء شعارهم الدينية على أن لا تزيد مدة إقامتهم فيها شهر واحد وأن لا يدخلوها بسيوفهم وهنا علم الصليبيون بأن العالم الإسلامي مقسم ومن الصعب اتحاده وذكر وليام الصوري رئيس أساقفة صور والمؤرخ الصليبي يضاف إلى ذلك أن خليفة مصر وهو أقوى الصلاطين المارقين بسبب كثرة ما لديه من المال والرجال كان قد أرسل رسله إلى قادتنا وتتلخص أسباب بعثه إياهم إلى وجود عداوة متأصلة وعميقة الجذور منذ سنوات طويلة بين أهل المشرق والمصريين وهي عداوة ناجمة عن اختلاف معتقداتهم الدينية بعضهم ببعض ومباينة مذهب الواحد منهم لمذهب الآخر وظلت هذه الكراهية دون انقطاع حتى يومنا هذا ومن ثم ظلت هاتان المملكتان تحارب كل منهم الأخرى حربا لا هوادة فيها وكان حاكم مصر ينظر بعين الريبة إلى كل توسع من جانب الفرس أو الترك على السواء ومن ثم كانت فرحته بالغة حين جاءت الأخبار بضياع نيقية من يد قلج أرسلان وبهزيمة جيشه فيها وأثلج سطره ما علمه من قيام الصليبيين بحصار أنطاكية فعند كل خسارة تصيب الأتراك مكسب له وبهذا انتهت الحملة الصليبية الأولى بانتصار أسطوري للصليبيين تم إنشاء الدول الصليبية بعد الحملة الصليبية الأولى من أجل الحفاظ على المكاسب الإقليمية التي حققتها الجيوش المسيحية في الشرق كانت الدول الأربعة الصغيرة هي مملكة القدس ومقاطعة الرهى ومقاطعة طرابلس وإمارة أنطاكية تمكن الغربيون من الحفاظ على الوجود السياسي بفضل هذه الدول في المنطقة حتى عام 1291 أما عن الحملة الصليبية الأولى فقد أطلقت في عام 1087 من قبل بابا أوبران الثاني وكان الهدف هو الاستيلاء على القدس من أيدي المسلمين وعند وصولهم الأراضي المقدسة كانت الحملة الصليبية الأولى ناجحة بشكل ملحور فباختصار شديد كما لاحظنا تم الاستيلاء على النقية في عام 1097 وعلى الرهى في مارس من عام 1098 وانطاكية بعد فترة وجيزة في يونيو وتم الاستيلاء على القدس في يوليو من عام 1099 وهزم جيش مسلم في معركة عسقلام في أغسطس من نفس العام وفي مايو من عام 1101 سقطت قيصيرية وعكة وفي عام 1109 تم الاستيلاء على طرابلس تليها بيروت وصيدا في عام 1110 وصور في عام 1124 استفاد الصليبيين من الدعم الإيطالي من البندقية وجنوة وبيزال والذين كانوا يوفرون الدعم للجيش الصليبي عن طريق البحر طبعا القدس هي أهم مملكة سيطرة عليها الصليبيين بعد الحملة الأولى والمملكة كانت تشكل شريط من الأراضي الساحلية من يافا في الجنوب حتى بيروت في الشمال المملكة سيطرت على عدد من الأقطاعات مثل عكا وصور ونابلوس وكما ذكرنا سابقا جودفري من بيون أصبح ملك على هذه المملكة وهو من أهم القادة في حصار القدس في الحملة الأولى الملك الأول استطاع تكوين قوة حماية خاصة للمملكة بحوالي 300 فارس وألفين من المشاة وفي حين تم تعيين أرنوف من تشوكيس كبطرياق على القدس وكان عدد السكان وقت إعلان المملكة الصليبية 20 ألف نسمة وفي عام 1098 سيطرة بولدوين من بولونيا على الرهة وهي منطقة في جنوب شرق تركيا الحالية وبه تم الإعلان عن مقاطعة الرهة وهي كانت أولى الولايات الصليبية الحقيقة أن المدينة كان يحكمها أرمى المسيحيين قبل حتى دخول الصليبين ولكن بولدوين اغتصب منهم السلطة وبعد ذلك حاول استمالة الأرمن بأمر النبلاء الغربيين من الزواج من العوائل الأرمنية وهذا الأمر جعل من ولاية الرهة أكثر الولايات استقرارا تعتبر ولاية الرهة أكبر الدول الصليبية ورغم هذا كانت تتبع لولاية الأخرى مثل أنطاكية والقدس وكانت تعتبر درع لأنطاكية في الغرب أما عن طرابلس فكانت من أهم الموانئ في دمشق استولى على طرابلس ريمون تولوز بعد حصار في عام 1109 وكان بدعم مباشر من الإمبراطور البيزنطي أليكسوس الأول والذي كان ريمون قد أقسم بالولاء للإمبراطور البيزنطي وهنا حصل الإمبراطور البيزنطي أخيرا على نفوذ حقيقي في المنطقة في حين كانت ولاية الأخرى لا تتبع له النظام السياسي في طرابلس كان مختلف على ولاية الأخرى حيث تم تقسيم الولايات لمقاطعات بحيث يسيطر أمير على كل ميناء أو قلعة خاصة بحكم فدرالي وهذا جعل من طرابلس أضعف الولايات الصليبية أما عن إمارة أنطاكية فقد تم تأسيسها من قبل زعيم النورماند بوهند وخلفه تانكريد ليتشي أنطاكية كما قلنا سابقا كانت منطقة صراع بين الصليبيين وإمبراطور بيزنطا وفي النهاية أصبحت إمارة تابعة لبيزنطا أنطاكية في الأساس كانت أرض بيزنطية سيطر عليها المسلمين ولهذا كان الإمبراطور يسعى لعادتها استمر الصراع بين بيزنطا والصليبيين على حكم أنطاكية حتى بعد الاتفاق ففي عام 1137 حاصر الإمبراطور البيزنطي أنطاكية وأجبر حاكمها ريموند للتنازل لمصلحة جون الثاني وفي عام 1161 تزوجت ابنة ريموند ماريا من الإمبراطور مانويل الأول ليتم توقيع التحالف بين الإمارة والإمبراطورية البيزنطية وصفت الإمارة في كتب التاريخ بأن غلبية السكان كانوا يحملون الولاء سواء الديني أو العاطفي مع بيزنطا بعد مغادرة أغلب المشاركين في الحملة الأولى عانى الصليبيين من النقص في الجيش والقوة العاملة في الدول التي حصلوا عليها عانى حكام الإمارات الصليبية من عدم وجود أي دعم مادي أو من ناحية الرجال من منوق أوروبا والذين أقسموا على دعم القوة الصليبية في القدس والدول الصليبية ملك القدس كان الأكثر دهاء وذكاء فقد قدم الهدايا والألقاب لمسيحي الشرق ليستطيع تجميع قوة الدفاع عن القدس كان هناك حاجة لهم لتوفير الدعم في الأراضي التي سيطروا عليها ولهذا تم إنشاء كيانين عسكريين وهما فرسان الهيكل وفرسان القديس يحنى كانت هذه الكيانات مستقلة وعاشوا حياة مثل الرهبان ووصفوا بأنهم كانوا أفضل الفرسان في المعارك عمل ملوك الإمارات الصليبية الفرسان بكل سخاء فهم كانوا الأهم لدعم وحماية حكمهم وفروا لهم القلاع والتحصينات وفي كثير من الأحيان أعطوا أراضي خاصة بهم وكانت أهم القلاع قلعة الحصن في حمص أسلوب الحكم في الإمارات الصليبية كان أسلوب مشابه لنفسه في القرون الوسطى في أوروبا حيث يملك الأمير أو الكونت حكم مطلق وبعض الأحيان يكون هناك مجلس من النبلاء وهم من يقدم الدعم العسكري لهذه الإمارة في القدس مثلا كان يحضر النبلاء وكبار الكنيسة لمجلس النقاش حول كل الأمور المتعلقة بإدارة القدس وحتى تلك المتعلقة بالجيش وأيضا كان لهم رأي في أمور إدارة الدولة مثل الضرائب والعلاقات الخارجية سياسيا كانت الدول الصليبية ضعيفة بسبب الصراعات الداخلية بين الأمراء والنبلاء وحتى بين الإمارات نفسها انتشر بينهم الرشاوي والاغتيالات وحاول البعض تحقيق تفاهمات من خلال الزواج بين العوال لم يكن النظام السياسي مستقر أو بخطة طويلة الأمد وكان الأغلب مؤمن بين الحكم على هذه الدول هو حكم مؤقت تتفق المصادر المسيحية والإسلامية على أن حكام الإمارات الصليبية قاموا بمذابح حقيقية في بداية حكمهم ضد المسلمين واليهود بل وفي بعض الأحيان ضد مسيحيين مثلهم النظام الإقطاع الذي أجبروه على الشعوب الأصلية لهذه البلاد هو نظام جديد عليهم وبعد الاستقرار حاولت بعض الإمارات استمالة الأقليات الدينية من خلال رفع بعض الطيود عنهم ولكنها في الحقيقة كانت أقل مما كان يحصل عليه الشعب في ظل حكم المسلمين في كثير من الإمارات كان عدد المسيحيين أكثر من الأقليات المسلمة واليهودية وتذكر بعض الكتب المسيحية بأن الضرائب التي فرضها الصليبيين كانت أقل من الجزية المسلمة ولكن مع هذه الضرائب كان هناك تميز حقيقي ضد الطوائف المختلفة والمعاملة كانت أسوأ سكان هذه الإمارات كانوا متنوعين وهناك المسيحيين الأرثودوكس والأرمن والمسلمين واليهود وغيرهم من الفئات لكن الأوروبيين الصليبيين كانوا يملكون كل شيء ولا يحق لأي من هو ليس بأوروبي بالامتلاك وكانت قبائل الفرنجة والفرانكس هم المسيطرين أطلق السكان المحليين على الصليبيين اسم المستوطنين الصليبيين اللغة رسمية لهذه الأراضي تغيرت لتكون لغة قبائل الفرانكس وهي لغة دويل وهي لغة شمال فرنسا والنورمان كانت اللغة الأصلية للشعب في هذه الإمارات هي العربية واليونانية بل وكان الكثير يتحدث اللغتين كان هناك اختلاف حقيقي بين الحكام والمحكومين في هذه البلاد لهذا كان التواصل بين الطبقة الحاكمة والشعب يقتصر على الشؤون القانونية والاقتصادية والإدارية الفئة الأكثر قربة من شعوب الإمارات الأصلية كانوا فقراء الصليبيين أما في الريف فلم يشعر الكثير بالفارق في إدارة شؤون البلاد أما اقتصاديا فقد استمرت الحياة بالشكل شبه طبيعي بل وفتحت موانئ أوروبا للتجارة مع الإمارات الصليبية تم فرض ضراب على البضاع الذي تنقل من الغرب للشرق وكانت بين أربعة لخمس وعشرين بالمية وهذا ما جعل عكا من أكبر موانئ البحر الأبيض المتوسط وطبعا موانئ إيطاليا تمتعت بفائدة عظيمة فكانت تنقل بضاع للإمارات الجديدة والمساعدات العسكرية أيضا فقد نقلت الموانئ بضاع من القصب السكر وزيت السيتون والحبوب والفائدة الأكبر لهذه الموانئ كانت حركة المسافرين فارتفع الحجاج الأوروبيين الذين سعوا لزيارة الأراضي المقدسة وتم فرض ضرائب على الحجاج في الموانئ وانتعش سوق شراء الهدايا التذكارية من الأراضي المقدسة لهذا رغم أن القيمة اللوجستية لإدارة القدس كانت عظيمة لكنها أصبحت من أغنى الإمارات استطاعت القدس بسبب غناها من سك العملة الخاصة الذهبية أسواق الإمارات الصليبية كانت نشطة قبل وبعد دخول الصليبيين وعرف عنها تجمع نسبة كبيرة من التجار الأجانب من شبل الجزيرة العربية والعراق وبيزنطة وشمال أفريقيا وإيطاليا ترابلوس كانت مركز للحرير وفي القدس انتشرت تجارة الجلد والقماش والفراء والتوابل حتى قبل دخول الصليبيين كان لدى المدن أحياة صناعية متخصصة حيث هناك المدابغ والمسالف والحدادين وغيرها من السلع اللازمة للمجتمع وازدهر عند دخول الصليبيين العمال البنائين حيث بدأ الحكام الجدد ببناء الكنائس والأديرة وإنشاء القرى الجديدة قبل دخول الصليبيين كان الحال المسلمين السيء للغاية وكان هناك انقسام ديني وسياسي بين المسلمين ولهذا كانت هناك حاجة لوجود رجل حقيقي يجمع عليه المسلمين لمواجهة الخطر الصليبي وفي الربع الثاني من القرن الثاني عشر ظهر قائد عظيم وهو عماد الدين الزنكي والذي كان يحكم الموصل وحلب وعندما تولى عماد الدين الزنكي الموصل تسنى له أن يرى الأوضاع من الجهة الشامية عن قره حيث كانت الصورة قاتمة فالصليبيين قد احتلوا معظم سواحل الشام وأقاموا أربع إمارات صليبية في الشام كانت المدن تحت حكم المسلمين متفرقة بشكل حقيقي بل وكان هناك قتال بينهم كل والي على المدينة يعامل على أنه ملك كان هدف الأولى هو اتقاء شر الصليبيين خوفا على ملكهم دون الاهتمام بالولايات الأخرى كان هناك أيضا صراع داخلي بين النبلاء والولاء إضافة للخلافات بين السلطان السلجوقي والخليفة العباسي هنا وجد عماد الدين الزنكي بأن الهدف الأول لصد الصليبيين هو وحدة المسلمين تحت راية واحدة وقرر أخذ المبادرة بتحرير بلاد الشام من التواجد الصليبي عماد الدين الزنكي هو ابن الحاجب ابن عبد الله ويحمل لقب الملك المنصور عماد الدين كان أبوه مملوك السلطان مالك شاه السلجوقي والله الخليفة المسترشد على الموصل تولى أمير الموصل تربية عماد الدين الزنكي وتعهد بالعناية والرعاية وتعليمه في نون الفروسية والقيادة والقتال وبالفعل تطور في الرتب العسكرية يكون من أهم القادة كانت الرهة أول إمارة الصليبية أنشأت في المشرق الإسلامي أثناء وبعد الحملة الصليبية الأولى وكانت أضعف الإمارات الصليبية وأقلها سكانا إضافة إلى كونها في أقصى الشمال ومعزولة بحريا فكانت عرضة للهجمات المتكررة وقد أسر كل من بالدوين الثاني والكون جوسلين الأول في معركة حران في عام 1104 وتم أسرهم مرة أخرى في عام 1122 وعلى الرغم من تحسن وضع الرهة بعد معركة أعزاز في عام 1925 إلا أن جوسلين الأول قتل في معركة في عام 1131 فاضطر خليفته جوسلين الثاني للتحالف مع الإمبراطورية البيزنطية ولكن توفى كل من الإمبراطور البيزنطي يوحنى الثاني وملك بيت المقدس فولك وقد خلف الإمبراطور يوحنى ابنه مانويل والذي اضطر لمحاربة إخوته لتوحيد الإمبراطورية في حين خلف فولك زوجته ماتلدا وابنه بولدوين الثالث في نفس الوقت حصل خلاف بين جوسلين الثاني مع ريموند الثاني كونت أنطاكية هذا الأمر تسبب في أن تكون الرهة بدون أي حليف وجاهزة لدخول عماد الدين زنكي قامت جوسلين الثاني في عام 1144 بعقد تحالف مع هاكم ديار بكر ضد عماد الدين زنكي في حلب وخرج مع معظم جيزي لمساندة هاكم ديار بكر سارع عماد الدين بحصار الرهة مستغلا موت الحليف الأساسي ملك القدس فولك وعلى الرغم من وصول أخبار تقدم عماد الدين للرهة لكن كان معظم الجيش المدافع في المدينة قد خرج فتولد دفاعا الإمارة كل من المطران هيو الثاني والمطران يوحن الأرمني والمطران باسيلوس اليعقوبي وعندما علم جوسلين الثاني بالحصار ذهب بجيشه إلى تل باشر ووجه نداء إلى مساعدة الرهة أرسلت متلدا جيشا بقيادة مانيس وفليب الثاني في حين تجاه الريموند الثاني نداء متحججا بين جيشه يساعد الامبراطور البيزنطي فقام عماد الدين بحصار المدينة وقام بنصب المجانيق وبدأ بحفر الأسوار حاول أهل المدينة مقاومة الحصار ولكن لم تكن لديهم الخبرة الكافية وبقيت الأبراج العالية بدون رجال للحماية ليتحطم جزء من السور قرب بوابة الأحصنة في الرابع والعشرين من ديسمبر ويدخل عماد الدين إلى المدينة مات الكثير دهسا بسبب التزاحم ومنهم المطران هيو الثاني أمر عماد الدين بوقف القتل وسمح المسيحيين الشرقيين بالعيش في المدينة بحرية ليتسلم القلعة في السادس والعشرين من ديسمبر قبل وصول جيش مملكة القدس في الوقت المناسب لكن تم اغتيال قائد عماد الدين في عام 1146 أثناء حصار قلعة جعبر فحاول جوسلين الثاني استعادة الرهة إلا أن نور الدين زنكي تصدى له وباءت الحملة بالفشل وهنا وصلت أنباء سقوط الرهة لأوروبا عندما أرسل ريمون أنطاكية وفد يضم هيو أسقف جبلة برسالة يطلب فيها مساعدة البابا إيجين الثالث وفي الأول من يناير من عام 1145 صدر قرار بابوي يدعو إلى الحملة الصليبية الثانية وقد قاد هذه الحملة كل من لويس السابع من فرنسا وكورنارت الثالث من ألمانيا في السقوط الرهة علم الصليبيين بأن الكيان الذي بنوه بعد الانتصار الأسطوري في الحملة الأولى في طريقه للانهيار خصوصا مع بروز اسم نور الدين زنكي بين المسلمين الكيان الذي بنوه دعموه لخمسين عام في طريقه للانهيار بسرعة بالغة تقول المصادر الإسلامية من أن موت نور الدين زنكي كان اغتيال بدعم من الصليبيين قيل بأنه عندما كان نور الدين زنكي يحاصر قلعة جعبر على نهر الفرات تسلل مجموعة من الباطنية لمعسكر عماد الدين ودخلوا لخيمته وقتلوه وقال ابن الأثير الجزري في وصف عماد الدين كان شديد الهيبة في عسكره ورعيته عظيم السياسة لا يقدر القوي على ظلم الضعيف وكانت البلاد قبل أن يملكها خرابة من الظلم وتنقل الولاه ومجاورة الفرنجة فعمرها وامتلأت أهلا وسكانا وكان أشجع خلق الله وقال عنه ابن الكثير الدمشقي وقد كان زنكي من خيار الملوك وأحسنهم سيرة وشكلا وكان شجاعا مقداما حازما قضعت له ملوك الأطراف وكان من أشد الناس غير على نساء الرعية وأجودوا الملوك معاملة وأرفقهم بالعامة بموت عماد الدين توقع الصليبيين بأن مهمة الحملة الصليبية الثانية ستكون ناجحة مثل الأولى بعد وفاة عماد الدين زنكي حكم سيف الدين غازي وبقيت حامية صغيرة على المدينة الاتفاع عنها وهنا حاول جوسلين الثاني أمين الرهى سابق استعادة المدينة مستغلا تمرد الأرمن فخرج على رأس قوة عسكرية متجه للرهى وسنده في ذلك بولدن حاكم مرعش في حين رفض ريموند الثاني حاكم أنطاكية المساعدة استطاع جوسلين الثاني الدخول إلى البلدة في سبتمبر من عام 1146 ولكنه لم يستطع دخول القلعة والتي احتمت فيها حامية إسلامية وذلك بسبب قلة عدد القوات المرافقين لجوسلين أرسل جوسلين الثاني طلب للمساعدة من إمارتي أنطاكية وطرابلس بالمقابل أرسلت الحامية الإسلامية طلب للمساعدة فخرج جيشان جيش من حلب وجيش من الموصل بأمر سيف الدين ولكن الأخير وصل متأخر خرج نور الدين من حلب على رأس جيش تعداده عشرة آلاف من الفرسان وحاصر قوات جوسلين الثاني في نوفمبر من نفس العام مما اضطر جوسلين للهروب طرده نور الدين ووقعت معركة في سميسات ونجح جوسلين الثاني في الفرار بعد انتصار نور الدين عاقب نور الدين أهالي الرهى المتمردين بطردهم بدأت الحملة الصليبية الثانية بعد سقوط الرهى في عام 1144 بمجرد وصول خبر سقوط الرهى أعلن البابا والنبلاء الأوروبيين عن الحملة الصليبية الثانية تمت تجميع جيش من 60 ألف جندي ولكنها تسببت في توتر حقيقي بين البيزنطيين ونبلاء الغرب الحملة الصليبية الثانية كانت مقسمة لحملات مختلفة من الحملة ضد المسلمين في الجزيرة الأيبيرية وحملات في البلقان ضد الوثنيين الأوروبيين نجحت هذه الحملات بشكل حقيقي ولكن الهدف الرئيسي في إعادة الشرق كانت فاشلة وهو ما تسبب في اندلاع حملات أخرى مستقبلية الرهى كانت مركز تجاري وثقافي مهم على حدود صحراء سوريا المدينة كانت من أوائل المدن التي وقعت بيد البسيحيين في الحملة الصليبية الأولى لكن عماد الدين زنكي أمير الموصل وحلب استطاع استعادة المدينة في الرابع والعشرين من ديسمبر من عام 1144 المسلمين وصفوا هذا الانتصار بالانتصار العظيم المسلمين سمحوا المسيحي الشرق في البقاء في بلادهم في حين طردوا مسيحي أوروبا من الرهى وصلت الرسائل لأوروبا حول الحدث وقال بعضها بأن المسيحيين يتعرضون للقتل والبيع كعبي وهذا كان حسب الرواية المسيحية الرواية الإسلامية تقول بأن المسلمين طردوا مسيحي الغرب الذين دخلوا البلاد خلال الحملة الصليبية الأولى ومع وصول الأخبار أعلن البابا يوغيسينوس الثالث الحشد للحملة الصليبية الثانية في الأول من ديسمبر من عام 1145 المؤرخين المسيحيين ينتقدون هذا الإعلان فلم يكن هناك أي هدف محدد لهذه الحملة كان رجال الدين يستخدمون نفس الخطب التي كانت في الدعوة للحملة الصليبية الأولى تحدث الخطباء حول إنجازات الحملة الأولى والآثار المقدسة في القدس ولم يذكر أحد سقوط الرهى وطبعا أعلن البابا ورجال الدين عن حصول أي شخص يموت في هذه الحملة حتى ولو كان في الطريق على سقوك الغفران إضافة لذلك حصل المشاركون على وعد بحماية الممتلكات والأسر أثناء غيابهم على أن تلغى أي فائدة من القروض التي كانت عليهم أشهر من كان يدعو للحملة الصليبية الثانية كان رئيس دير كليفور برنارد والذي كان يزور القرى والمدن الأوروبية ويقرأ خطاب البابا على العامة حتى استطاع جمع 60 ألف صليبي قاد الحملة الصليبية الثانية الملك الألماني كورنارد الثالث وملك فرنسا لويس السابع وكانت هذه المرة الأولى التي يقود فيها الحرب ملوك من أوروبا وبداية في صيف عام 1147 بدأ الجيش بالتحرك للقسطنطينية ومن هناك اتجهوا لبلاد الشام على أن تدعمهم قوات فرنسية وألمانية وإيطالية وقوات من أوروبا الشمالية وكتيبة فرنسية قادمة عن طريق البحر وخلال طريقهم وصلت لهم أنباء خسارة القائد الصليبي جوسلين الثاني والذي حاول استعادة الرهاء استطاع أن وردين الزنكي خليفة عماد الدين صد هجوم الصليبيين ووصلت لهم رسائل تتحدث عن ذبح المسيحيين كما ذكرنا في الحملة الثانية كانت لها أهداف أخرى غير إعادة الرهاء وبالتحديد في شبه الجزيرة الأيبيرية وبحر البلطيق وقد يكون سبب فشل هذه الحملة هو أن البابا لم يحدد هدف واحد للحملة بدأت جزء من الجيش الصليبي بالأبحار لأيبيريا مما أدى لتأخر وصول الجيش في بلعد الشام استخدم الجيش الصليبي البحر للوصول لأيبيريا ولهذا أبحر أسطول مكون من 160 حتى 200 سفينة للاشبونة كان الهدف الرئيسي من الحملة في لاشبونة مساعدة الملك البرتغالي ألفونسو هينريكس لدخول لاشبونة بدأ حصار الصليبيين في 28 يونيو من عام 1147 لتسقط لاشبونة في 24 أكتوبر من عام 1147 استمرت الانتصارات في أيبيريا على مسلمي الأندلس فدمت دخول الألمارية في 17 أكتوبر من عام 1147 بدعم من الملك ألفونسو السابع ملك ليون وقشتالة وسقطت تورتوشا في شرق إسبانيا في 30 ديسمبر من عام 1148 أما الهجوم على جايين في الجنوب فقد كان فاشل أما الساحة الثانية للحملة الصليبية الثانية كانت بحر البلطيق والمناطق المداخمة لأراضي القبائل الجرمانية الوثنية لقبت هذه الحملات بالحملات الصليبية الشمالية وكانت بقيادة نوبلاء ألمان ودنماركيين ضد القبائل الجرمانية الوثنية النظام في هذه الحملة كان مختلف بالهدف هو تحويل القبائل المسيحية ولم يهتم قادة الحملة بالحصول على أراضي جديدة في يونيو وسبتمبر من عام 1147 تم الهجوم على مدينتي دوبين وماليشيو وهم مدن في شرق ألمانيا الحديثة نجح الصليبيين في الهجوم لكن عموما لم تكن الحملة ناجحة بشكل كبير بل كانت مشابهة للحملات ضد الوثنيين والتي كانت تنطلق سنويا يبقى بحر البلطيق ساحة للحملات الصليبية بعد هذه الحملة في وقت إعلان الحملة الصليبية الثانية كان الامبراطور في بيزنطة هو مانويل الأول كان مانويل على علاقة جيدة مع مسيحي الغرب في بيزنطة وكان قريب جدا من اللاتينيين متواجدين في القسطنطينية قدم اللاتينيون للامبراطور الهدايا والألقاب لاستمالته رغم هذا كان هناك توتر بين امبراطور الشرق البيزنطي ومسيحي الغرب وافق الامبراطور على دخول القوات الصليبية القسطنطينية بشرط أن يقسموا على الولاء له وهذا ما حدث في سبتمبر وأكتوبر من عام 1147 مسيحي الغرب كانوا في حالة غضب من أهل بيزنطة وحكامها كانوا يرون بأنهم عائق حقيقي على الحملات الصليبية هجوم بيزنطة المستمر على أنطاكية زاد من حدة الإداء بين الشرق والغرب لهذا كانت مهمة الامبراطور مانويل الصعبة لإعادة العلاقة بين مسيحي الشرق والغرب وبسيط هذا التوتر قام الامبراطور بتعزيز الأمن في البلاد الحقيقة أن الأخبار عن هجوم بيزنطة المستمر على أنطاكية وحالة العداء بين مسيحي الشرق والغرب ولأن عدد كبير من المشاركين في الحملة الصليبية الثانية كانوا من الفقراء والمتعاصبين زادت حملات النهب والاغتصاب في أراضي بيزنطة أرسل الامبراطور للجيش الصليبي كثيبة عسكرية تتأكد من مغادرتهم الأراضي البيزنطية بأسرع وقت ممكن دون أي قتال لكن حدثت اشتباكات بين الجيشين وكانت اشتباكات بسيطة عندما وصلت الوحدتان الفرنسية والألمانية للعاصمة البيزنطية في عام 1147 ساءت الأمور أكثر الفرنسيين كانوا يحملون العداء على بيزنطة بسبب الأخبار التي تصلهم عن دور بيزنطة السيء في الحملة الأولى وعندما وصلت لهم أخبار عن توقيع الامبراطور مانويل معاهدة مع المسلمين والذي كان يرى بأنهم أقل خطر من المسيحيون الغرب زادت حدة التعصب بهذه المشاعر اقترب الفرنسيون من القسطنطينية وهم ينون دخول المدينة لكن الألمان أقنعوهم بعدم الهجوم والتوجه بسرعة للشرق تجاهلت الكذيبة الفرنسية والألمانية خطط الامبراطور مانويل فحدثت الكارثة الجيش الألماني كان بقيادة كورنارد الثالث والذي فشل في فهم أرض المعركة وصف كورنارد بأنه عنيد ورفض كل نسائح إمبراطور بيزنطة أراضي الشرق كانت مختلفة تماما عن أوروبا وهذا أمر صدم الجيش الأوروبي في دولوريان تسببت قوة جيش المسلمين في فوضى بين الجيش الصليب البطيء ولهذا ففي الخامس والعشرين من أكتوبر من عام 1147 أجب رجيش كورنارد على التراجع لنيقية وأصيب كورنارد في المعركة فاضطر للعودة للقسطنطينية لويس السابع صدم من فشل الألمان استطاعت الكتيبة الفرنسية من الانتصار في ديسمبر من عام 1147 بفضل تفوق الفرسان الفرنسيين لكن النجاح لم يستمر حيث أن الفرنسيين تعرضوا في السابع من يناير من عام 1148 بالهجوم أثناء عبورهم جبال كادوموس هذه الهزائم وعدم تجمع والتحاد الجيش الصليبي كانت سبب في فشلهم تبقى من الجيش الصليبي بعد الهزائم عدد قليل بقيادة فرسان الهيكل هؤلاء استطاعوا الانتصار في معارك صغيرة في الساحل الجنوبي لآسيا الصغرى لكن هدف الرئيسي للحملة لم يتحقق وصل لويس السابع وجيشه أخيرا لأنطاكية في مارس من عام 1148 من هناك تجاهل اقتراح ريمون بالقتال في شرق سوريا وصار إلى الجنوب يقال بأن هناك خلاف بين الحاكمين حيث أن زوجة لويس كانت تخونه مع ريمون اجتمع القادة الصليبيين في عكا وتم تحديد الهدف الجديد من الحملة وهو دخول دمشق من أجل حماية القدس كان والد دمشق قد عقد تحالف مع الصليبيين في القدس ولكن هذا التحالف كان هش وبيعلان الحرب على دمشق كان الاتفاق قد كسر الصليبيين وجدوا بأن الحصول على مدينة رئيسية سيعني مباشرة نجاح الحملة الصليبية الثانية بدأ من العودة بالخسار التي تعرضوا لها شعر الصليبيون بالخطر عندما أعلن مسلمون دمشق الولاء لفاتح الرهى نور الدين زنكي وصل الجيش الصليبي إلى دمشق في الرابع والعشرين من يوليو من عام 1148 وبدأوا على الفور للحصار بعد أربعة أيام لكن خزينة الجيش الصليبي كانت ضعيفة جدا وبسبب التخطيط السيء فشل الحصار حصلت معارك حول المدينة وكان المسلمون أكثر استعدادا وقوة لهذا خسر الصليبيون المعارك أدى انهيار الحصار بعد هذا الوقت القصير إلى الشكل البعض وبالتحديد كورنارد الثالث في أن المدافعين رشوا السكان المسيحيين لدعمهم وانتشر بين الجيش الصليبي بأن مسلمي دمشق حصلوا على دعم بيزنطة لكن الحقيقة أنه بتحرك الجيش الإسلامي الذي أرسله نور الدين والذي كان على بعد 150 كم من دمشق علم الصليبيين بأن الحصار سيفشل مع قلة الماء والطعام لهذا عاد كورنارد الثالث لأوروبا في سبتمبر من عام 1148 أما لويس فقد عاد بعد ستة أشهر بعد زيارة القدس لتنتهي الحملة الصليبية الثانية بالفشل رغم الوعود والآمال التي كانت في قلب مسيحي أوروبا كانت الحملة الصليبية الثانية ضربة خطيرة لتحالفات بيزنطة ديبلوماسية وخاصة مع كورنارد الثالث ضد النورماند ذهاب ملوك أوروبا رئيسي للشرق كانت سبب في اندلاع صراعات في أوروبا حيث هاجم الملك سقلي النورماندي روجر الثاني على كيرغرا ويروبيا في عام 1147 وفشلت محاولة مانويل لإقناع لويس السابع بدعمه ضد روجر وفي عام 1149 اندلعت معارك على محيط القسطنطيني واستطاع البيزنطيين استعادة كيرغرا وهنا زاد الخلاف بين الشرب والغرب نور الدين واصل تقوية مملكته فدخل أنطاكية في 29 يوليو من عام 1149 بعد معركة الناب وفيها أعدم الحاكم الصليبي ريمون أما ريمون كونترها فتم القبض عليه وسجنه في عام 1150 وبعد أربع سنوات ضمن نور الدين دمشق في عام 1154 بالنسبة للشيزر فهي تمتلك موقع استراتيجي فهي تقع على الخطوط التجارية بين حلب ودمشق وحمص رغم هذا لم يحاول نور الدين ضمها عسكريا لكن حدث الزلزال في عام 552 ودمر الحصن وقتل معظم آل منقض خشى نور الدين على شيزر من أن تقع تحت أيد الصليبيين ووقف بجيشه على أطراف البلاد ورمم ما تضرر من السور قيل بأن الكثير من آل منقض ماتوا بسبب الزلزال فقد كانوا مجتمعين في القلعة التي انهارت بسبب هذا الزلزال بعد أن نجح نور الدين في ضم دمشق أعلن الضحاك بن جند البقاعي والذي كان تابع لإمارة دمشق عصيانه وتمرده على نور الدين لكن نور الدين لم يقوم بأي عمل ضده خوفا من أن يستنجد بالصليبيين وانتظر لثلاث سنوات حتى عقد انتفاق هدنة مع الصليبيين وفي عام 1154 ضم نور الدين بعلبك دون أي مقاومة من الضحاك كان نصرة الدين الزنكي حاكم حرام وخاضع في نفس الوقت للسلطان نور الدين استمرت العلاقة هذه حتى عام 552 هجرية حيث ازدادت الطموحات السياسية لنصرة الدين وأراد السيطرة على حلب مستفيدة من مرض نور الدين ودعم الاسماعيلية لا فقام بالسيطرة على المدينة إلا قلعة استعصت عليه وبعد فشل هذه المحاولة قرر نور الدين إخضاع حرام لسيطرته المباشرة فقام بحصارها لمدة شهرين وسقطت في يده في عام 159 ولاذا أخوه بالفرار لأن نور الدين استمال أخوه فيما بعد وشارك معه في حروبه ضد الصليبيين حاول نور الدين ملاينة شهاب الدين العقيلي بعد أن تم أسره من قبل قبيلة بني كلاب وأكرامه أثناء أسره لتسليمه القلعة لكن رفض شهاب الدين دفع نور الدين إلى محاصرة القلعة لكنه فشل عن فتح هذه القلعة فلجأ لأسلوب الإغراء بين عرض عليه مناطق غنية وذات موارد زراعية تابعة لحلب إضافة لعشرين ألف دينار فوافق شهاب الدين استلم نور الدين قلعة جعبر في عام 1168 استلم إمارة الموصل قطب الدين زنكي بعد وفاة سيف الدين غازي في عام 554 وشارك مع نور الدين في معظم حروب وأصبح خاضع له طواعية دون كراهية بعد وفاة قطب الدين استلم الإمارة ابنه سيف الدين غازي الثاني بدلا من ابنه عماد الدين زنكي الثاني حسب وصية قطب الدين وذلك بمساعدة الوزير فخر الدين عبد المسيح بمساعدة الخاتون والدة سيف الدين استطاع فخر الدين أن يصبح المسيطر المتحكم بالإمارة طاق هذا الأمر على نور الدين فتوجه إلى الموصل على رأس جيشه فضم الأراضي الخاضعة لإمارة الموصل في طريقه مثل الرقة ونصيبيين وضرب الحصار على سنجار حتى سقطت وعطاها لابن أخيه عماد الدين وبدأ بفرض الحصار على الموصل حتى استجاب فخر الدين عبد المسيح بتسليم الموصل مشترطا منحه طاعا في أي مكان يراه نور الدين مناسب على أن يبقى سيف الدين غازي الثاني على إمارة الموصل وافق نور الدين على ذلك وسيطر على الموصل في عام 566 واستطاع الجنرال نور الدين شركه دخول مصر في عام 1168 لكن ظهر اسم هزة كيان أوروبا كلها اسم أرعب كل الأوروبيين وهو صلاح الدين الأيوبي اتجه البابا ورجال الدين للأندلس لدعم ملوك إسبانيا والبرتغال التوغل في أراضي المسلمين في الأندلس فاجتمع المسيحيين من أجل بدء حملة صليبية جديدة على الأراضي الأيبيرية وبالتحديد على أراضي المسلمين في الأندلس استغل المسيحيين الخلافات الداخلية بين ملوك وأمراء المسلمين في قرطبة وفي عام 1031 كان مسيحيو إسبانيا منقسمين لخمس ولايات وهي أراغون وكتالونيا وكشتالا وليون ونافار في حين أن البرتغاليين كانوا متحدين منذ الأربعينات من القرن 11 وفي نفس الوقت كانت الممالك الإسلامية بينها خلافات حقيقية كان الملوك المسلمين يشنون حروب فيما بينهم بدلا من الدفاع عن أراضيهم من هجوم المسيحيين نفس الأمر كان بين أمراء الإسبان المسيحيين وهنا ظهر المسيحيين خارج هذه الممالك وأنشأوا دولهم الخاصة منهم كان رودريغو دياس والذي أسس مملكة فالنسيا في عام 1094 الأمر ذات صعوبة على المسيحيين بدخول المرابطين من المغرب وتوحيد المسلمين بدءا من عام 1080 المسيحيين أطلقوا على هذه الحملة ضد المسلمين اسم ريوكوستا أو حملة الاستعادة الكتب المعاصرة الغربية تنتقد هذا الاسم فالحملة كانت حسب رأيهم استعادة أراضي القوت الغربيين التي دخلها المسلمين قبل 400 عام لكن الحقيقة أن أهل الأندلس هم من القوت والذي أغلبهم تبنت دين الإسلامي عند دخول الأندلس من قبل جيش طارق بن زياد كان عدد المسلمين أقل بكثير من القوت واندمج المسلمون مع أهل البلاد وتكونت لهم ثقافة خاصة حققت الحملة نجاح عظيم لم يتوقعه أحد لا من المسلمين ولا المسيحيين وهو دخول الفونسوس سادس ملك ليون وقشتالة على طولي طلة أحصن المدن في الأندلس البابا أوربان الثاني كان مؤيد لفكرة الحملة الصليبية على الأندلس حيث قال المؤرخ جاي فليب كان الانتصار في الأندلس موازي بالنسبة للبابا لانتصارات القدس رغم هذا اعتبرت الحملات الصليبية على الأندلس وبحر البلطيق حروب مختلفة عن الحملات الصليبية في الشرق حيث قال المؤرخ تريمان هناك فرق بين الحملات الصليبية في الشرق وحملات الأندلس وبحر البلطيق حيث أن الصراع بين الطرفين كان سابق بكثير الحملات الصليبية ولهذا لا يوجد أي اتفاق عن متى من الممكن أن نعتبر الحرب في الأندلس بين المسلمين والمسيحيين حملة صليبية بدوافع دينية أيضا كان ملوك إسبانيا والبرتغان يدفعوا المكافآت للصليبيين القادمين لدعمهم وهذا لم يكن يحدث في الشر لم تكن جميع الصراعات في الأندلس بدعم البابا لكن الحملات التي دعا لها البابا كانت ذات فائدة حقيقية للكنيسة والتي قامت برفع الضرائب لدعم الجيوش القادمة لمساعدة ملوك شبه الجزيرة الأيبيرية البابا ورجال الدين وعدوا المشاركين بسكوك الغفران كما في الحملات الشرقية دعم الملك أراجون الفنسو الأول فرسان الهيكل وفرسان الاسبتاريا فاعلن عن منحهم أراضي وأراضي معظم مملكته فهو لم يكن له أبناء وهذا تسبب في اختلال في موازين القوى فحصلوا على قوى حقيقية داخل شبه الجزيرة الأيبيرية أصبح هؤلاء الفرسان قادة للحملات الصليبية في الأندلس حيث قاد فرسان الهيكل الحملة في عام 1143 وقاد فرسان الاسبارتية الحملة في عام 1148 لكن في شبه الجزيرة الأيبيرية تشكلت قوى جديدة حملت اسم وسام كالاترافا في عام 1158 والتي اشتهر عن فرسانها ارتداء الدروع السوداء وزاد الأمر تعقيدا بظهور وسام سانتياغو في عام 1170 ومندو قومري في أراجون في عام 1174 والكنتارا في عام 1176 وفي البرتغال ظهر وسام إيفورا في عام 1178 رام هذا ظهور هذه الجماعات كان مفيد للصليبيين فلم يكن هناك حاجة لانتظار الدعم من أوروبا فكثير من هذه الجماعات منضم لها مسيحيون من شبه الجزيرة الأيبيرية أغلب المنضمين كانوا من جنوب إسبانيا وجاء أيضا مشاركين من شمال فرنسا والسقلية وجد البابا أونسد الثاني في فكرة الحرب ضد مسلمي الأندلس فرصة للتعويض الخسار في الشرق وكان مسيحيو الأندلس يعانوا من الفرقة والخلافات الداخلية لكن الحدث الغريب كان تحالف ألفونسد التاسع ملك ليون مع مسلمي الأندلس لهذا أعلن البابا عن طرد الملك من الكنيسة بل والأكثر من هذا أعلن بأن من يقتل الملك سيحصل على صق غفران ويدخل الجنة وهنا بدل توحيد المسيحيين تسبب البابا في تفرقتهم أكثر والصراع بينهم الحقيقة أن تدخل البابا بهذا الشكل أمر خاطئ فالتحالفات بين المسلمين والمسيحيين كان أمر عادي في الأندلس وكان التحالف غالبا يكون بهدف تجاري واقتصادي حيث كانت الصراعات بين ممارك المسلمين والمسيحيين أقل بكثير مما يحدث في الشرق اجتمع ثلاث ملوك أسبان في تحالف في عام 1212 ومنه انتصروا في معركة لاس نافاس وفي عام 1236 سقطت قرطبة ثم بولونسيا في عام 1238 وإشبيليا بعد حصار طويل في عام 1248 وبحلول منتصف القرن الثالث عشر بقت مملكة غرناطا المعقل الوحيد للمسلمين في الأندلس وهنا انتهت الحملات الصليبية على الأندلس وبقت قرناطا درة التواجد الإسلامي في الأندلس حتى عام 1492 لتصغط قرناطا وتبدأ بعدها حملة مختلفة عن الحملات الصليبية وهي محاكم التفتيش لتمحي ثقافة كاملة وتغير الأندلس للأبد عادة الصليبيين للهجوم لكن على الشمال الأفريقية ومنها هاجمات على طنجة في عام 1437 وارزيلة في عام 1471 الصليبين في البداية حاولوا تصوير بأنهم حكام متقبلين للتنوع في الأندلس فقيل بأنه كان يسمع في حوار الأندلس الصليبية الآذان دون أي مشاكل انتشر بين القرى والمدن حملات التبشير في محاولة لإقناع المسلمين قبول مسيحية لكن القوانين بدأت بالتشدد على المسلمين حتى وصل الأمر لمنع الغسل وهي أولى خطوات منع الصلاة هاجر عدد كبير من المسلمين الأندلس لبلاد المغرب وتم منع اللغة العربية وتحويل المساجد لكناز ممالك المسيحيين في شبل الجزيرة الأيبيرية كانت منتشككة بالنواية جيرانهم بعد طرد المسلمين الكل كان متخوف من قشتالة والتي كانت أقوى الممالك هناك من يعتقد بأنه لولا الحروب الصليبية على الأندلس لما كانت النتائج الكارثية التي تسببت فيها حاكم التفتيش على مسلمي ويهود الأندلس فالحملات الصليبية أدخلت التعصب والتميز لشبه الجزيرة الأيبيرية حيث كان هناك من اليهود والمسيحيين من حصل على وظائف حكومية مرموقة ضمن الإمارات الإسلامية وهو أمر لم يحدث بعد سقوط غرناطة أبدا أما في الشمال فكانت هناك حروب صليبية أخرى نظمها البابا ضد الوثنيين بدأت الحملات في القرن الثاني عشر حتى القرن الخامس عشر على عكس الحملات الشرقية كان الهدف هنا تحويل أهل مناطق بروسيا ولتوانيا ولوفونيا للمسيحية دون أخذ أراضي سيطرة فرسان توتنين على حملات الحروب الصليبية الشمالية من منتصف القرن الثالث عشر الفرسان غيروا من هدف الحملة لتكون حملة استحواذ على أراضي وتحويل الشعب للمسيحية وهنا استطاعوا السيطرة على بروسيا في القرن الخامس عشر تغيرت المعارك في هذه المناطق بعد وصول العثمانيين للمنطقة والتوقع للروس والبولنديين ولهذا اعتبال القرن الخامس عشر وقت انتهاء الحرب الصليبية الشمالية واعتبار الحروب علمانية بعيدة عن الدين اعتبرت الحملات الصليبية في البلطيق ومناطق سيطرة الجرمان حملات صليبية مثالية فالكنيسة ربحت بانضمام عدد كبير من الشعوب المسيحية والملوك استفادوا من تمدد قوتهم في أراضي الجرمان انتعشت التجارة في أوروبا بفضل دخول بضاعة جديدة من صنع القبائل الجرمانية والدخول أسواق جديدة بالإضافة لذلك انضم عدد هائل من الجنود للجيوش المسيحية كان الامبراطورية الألمانية تقديد طويل في أسال مبشرين المسيحين إلى دول على حدودها الشمالية الشرقية ومنه انتلعت الشرارة الأولى للحملات الصليبية في هذه المناطق بعد قتل وتعذيب عدد المبشرين من بينهم رئيس أساقفة ماك ديروغ في عام 1180 وعندما دع البابا يوجنيس الثالث للحملة الصليبية الثانية في الشرق في ديسمبر من عام 1145 رفض كثير من نوبلة ألمانية الانضمام لها وفضلوا التوجه لمحاربة الوثنيين ومنه تم اجتماع في فرانكفورت في مارس من عام 1147 وقرروا من أن من يبحر في البلطيق ستكون له الأولوية وعطي القرار ختم الموافقة من قبل رئيس الدير برنارد كيرفو وفي إبريل أعنى البابا يوجنيس الثالث رسميا أن هذه حملة صليبية مثل تلك الموجودة في الشرق وسيكسب مقاتليها مغفرة الخطايا ثم ذهب البابا إلى أبعد من ذلك بإصدار بيان يقول فيه نحن نمنع تماما لأي سبب من الأسباب إجراء هدنة مع هذه القبال إما من أجل المال أو من أجل الجزية إلى أن يتم تحويلها للمسيحية أو محويها بمساعدة الرب لتكون حملة صليبية تبشيرية مسلحة هذه الحروب تسببت في تحويل عدد هائل من الوثنيين للمسيحية لا إيمانا منهم بها ولكن خوفا من بطش المسيحيين القبال استمرت بإيمانها بالدين الوثني وكانوا يمارسون طقوسهم جنبا لجنب مع المسيحية وهنا ظهرت كتابات كانت تقدس أودن مثلا مع المسيح حتى قبل أن ينطلق الجيش الصليبي قام الوثنيين بعمل ضربة استباقية على ميناء لوبرك والذي يسيطر عليه المسيحيين وبين يونيو وسبتمبر من عام 1147 هاجم الجيش السكسوني الديناماركي مستوطنتين دوبين وماليشيو الوثنيتين وكلاهما في شمال شرق ألمانيا الحديثة وافق سكان دوين تعميل لينتهي القتال لكن الأمر اختلف مع سكان مالشو حيث تم حرق المعابد ودمرت الأصنام الوثنية ودمرت كل القرى التي حولها حاصر الصليبيين ديمين ولكنهم فشلوا فاتجهوا لستيتين على نهر أودور وعند اقترابهم رفع أهلها الصلبان لتعلن مدينة استسلامها وتقبل المسيحية ورغم النجاحات لكن كان هناك صراع داخلي بين الدماركيين والسكسونيين هذا الخلاف تسبب في قبولهم الغناء من قبل القائد الوثني نيكلوت والذي قبل التعميد على أن يبقى شعبه وثني وهذا طبعا عكس إرادة البابا ظل بحر البلطيق ساحل لحملات الصليبية في القرون التالية خصوصا مع وصول الفرسان التوتونيين في القرن الثالث عشر وبين عام 1193 و1230 تم أرسال جيوش الصليبية السكسونية للدفاع عن البعثات المسيحية في لتوانيا رغم أن مهمتهم الأساسية كانت غير دينية على الرغم من نجاحات العسكرية لم يتحقق تحويل السكان الأصليين أو إخضاعهم على المدى الطويل واصل الفرسان التوتونيين لعمل وتعاونوا مع جماعات أخرى وانشأت في المنطقة مثل أخوة السيف في عام 1237 والذين قاتلوا في حملة للدفاع عن بروسيا في عام 1245 إلى القرن الخامس عشر هاجمت هذه الجماعات باستمرار اللتوانيين والليفوانيين المجاورين إلى الشمال كان الفرسان التوتونيين قوة قتالية هائلة من الفرسان المحترفين والمشاء اشتاح سلاح الفرسان الثقيل المدعوم من فيلق منضبط من القوس والنشابة القادر على إطلاق واب الجماعي مدمر كل شيء أمامهم كان الفرسان أيضا أكثر مهارة في حصار المدن وكانت عندهم قدر هائلة على المفاوضات الدبلوماسية وتشكيل التحالفات كانت هناك ثورات محلية مستمرة وأهمها كانت في عام 1260 وهنا عاد تتفق الصليبيين وظهرت أسماء مثل رودولف من هابسبرغ وأوتو الثالث من برادنبرغ والملك أوتوكار الثاني ملك بوهيميا هذه المرة أيضا حظت الحملة بدعم من البابا وكان الهدف تحويل الشعوب للمسيحية أو الاستيلاء على الأراضي لمن لم يتقبل الدين نجحت الحملة في بروسيا والتي أصبحت مركز لفرسان التوتون هذا الأمر التطور بعد ذلك ليكون ألمانيا الحديثة وتكلمت في السابق بالتفصيل عن تاريخ ألمانيا أصبحت المنطقة تجسد الثقافة الألمانية أكثر من أي ثقافة أخرى في القرون اللاحقة الحملات العسكرية كانت في موسم الشتاء حيث تتجمد الأنهار ويسهل الانتقال إلا أن فرسان التوتوني نجحوا في التوسع أكثر لا سيما في داينبرغ والشرق بورماريا في عام 1308 أما شمال أستونيا فتم شرائه من الملك الدنماركي ملاديمير الرابع في عام 1346 وتم بناء الكنائس والأذيرة في الأراضي التي سيطروا عليها وتم أيضا بناء القلاع واعتبرت أراضي مسيحية هجم الصليبيين على لتوانيا بنجاح وانتهت المعركة عندما وعد الأمير جوغايلو والمعروف أيضا باسم جوغايلو في عام 1386 بتحويل شعبه الوثني للمسيحية وهذه العملية اكتملت رسميا في عام 1389 وبحلول القرن الرابع عشر اكتملت تحويل قصري لشعوب البلطيق للمسيحية بعد ذلك تغير توجه الفرسان التوتونين كانوا مهتمين أكثر بالأراضي والانتصارات السياسية والغنام في الواقع اتهم الفرسان في كثير من الأحيان بذبح المسيحيين وتحتيم الكناز ويعاقة التجارة مع الوثنين ويعاقة عمليات التنصير قيل أن العديد من الوثنين من أوروبا الشرقية قاموا بالتنصير فقط لأنهم لا يريدون العيش تحت ظل نظام الوحشي لفرسان التوتونين لم تكن الجماعة التوتونية وحدها في طموحاتها في المنطقة حيث استخدم الملوك الدينماركيين والسويديين نفس العباء الأيدولوجية لغزو شمال استونيا وفنلندا في القرنين الثالث عشر والرابع عشر وفي القرن الخامس عشر انضمن الاتوانين والبولنديين والروس والمغول إلى الجانب العديد من الدول في تحالف ضد الفرسان التوتونين في معركة تان برنقر الأولى في الخامس عشر من يوليو من عام 1410 وتم القضاء على جيش فرسان التوتونين وفي عام 1457 كان لابد من نقل مقر للفرسان إلى كيونغ سبير ليكون أكثر علمانيا استمر النظام التوتوني في فرعه اللبواني حتى القرن السادس عشر وركز في المقام الأول على محاربة الروس الأرثودوكس والأتراك العثماني دون نجاح كبير وعندما تم علمانة النظام بالكامل في عام 1525 بفرعه البروسي وفي عام 1562 بفرعه اللبواني انتهت الأعمال الصديبية في بحر البلطية بعد فشل الحملة الثانية استطاع نور الدين زنكي السيطرة على دمشق وتوحيد سوريا وفي عام 1163 بعث نور الدين القائد العسكري أسد الدين شيركو على رأس جيش إلى مصر وكان برفقته شاب وهو ابن أخيه صلاح الدين بعد أن أصبحت قوات شيركو قريبة من القاهرة طلب الوزير المصري شاور المساعدة من ملك مملكة القدس الصليبي أمالريك الأول وهنا أرسل الصليبيين جيش لمواجهة قوات شيركو في عام 1164 نور الدين في نفس الوقت هجم على أنطاكية لتشتيت القوة الصليبية وفي هذه المعركة قتل أمير أنطاكية الصليبي بوهمنت الثالث وفي عام 1167 أرسل نور الدين أسد الدين مرة أخرى لهزم الفاطميين في مصر قام شاور مرة أخرى بطلب المساعدة من الصليبيين للدفاع عن مصر واستطاعوا أيضا إجبار شيركو للتراجع خرق أمير القدس الصليبي تحالفه مع شاور عندما تحولت قوادي في مصر لمحاصرة مدينة بلبيس نور الدين قدم الدعم للفاطميين ضد الصليبيين وهنا صدم القائد الصليبي من هذا التحول فالتراجع هذه الحادثة تسببت في تنصيب نور الدين كحاكم على سوريا ومصر عندما سيطر نور الدين على مصر تمت محاكمة شاور والذي تحالف مع الصليبيين فحكم عليه بالإعدام وتم تنصيب أسد الدين شيركو في منصب وزير مصر وفي عام 1169 توفى شيركو بشكل مفاجئ بعد أسابيع من تنصيبه كوزير على مصر ليخلفه ابن أخي صلاح الدين يوسف والمعروف في العالم باسم صلاح الدين الأيوبي توفى نور الدين في عام 1174 ليخلفه الصالح إسماعيل والذي كان بعمر 11 عاما فقط وهنا برز اسم صلاح الدين ليكون هو الاسم الذي أجمع عليه الجميع ليكون قائد المسلمين وليكون سلطان مصر وسوريا ويؤسس ما سمي بالدولة الأيوبية توفى أمرليك ملك القدس الصليبي في عام 1174 وخلفه في عرش القدس ابنه البالغ من العمر 13 عام وهو بولدوين الرابع عرف عن بولدوين الرابع بأنه كان مصاب بالجذام ورغم كل هذا اعتبر من أهم الأسماء في الحروب الصليبية استطاع بولدوين الرابع الانتصار على صلاح الدين في معركة تل الجزر في عام 1177 بولدوين الرابع استطاع الانتصار في المعركة بدعم من رينالد حاكم أنطاكية الصليبي والذي استطاع الهرب من الأسر في عام 1176 رينالد كان قد وقع اتفاقية مع صلاح الدين للسماح بالتجارة الحرة بين أراضي المسلمين والصليبيين لكن رينالد قام بالهجوم على القوافل التجارية بل واعتدى على قوافل الحجاج لمكة هذا الأمر هز العالم الإسلامي واعتبر رينالد أو أرناط العدو الأول للمسلمين توفى بولدوين الرابع في عام 1185 وترك عرش المملكة لابن أخته بولدوين الخامس والذي كان ملك شريك في آخر عامين عاد ريموند الثالث الطرابلسي مرة أخرى إلى الصراع حول عرش بيت المقدس وفي السنة التالية توفى بولدوين الخامس بعد عيد ميلاده التاسع فتوجدت أمه الأميرة سيبيلا شقيقة بولدوين الخامس نفسها ملكة وزوجها قايد ديليزان كملك هاجم أرناط مرة أخرى قوافل التجار الأغنياء وحبس المسافرين في السجون طالب صلاح الدين بالإفراج عن السجناء والبضاع المسروقة فراس الملك قاي الذي طلب من أرناط الاستجابة لمطالب صلاح الدين ولكنه رفض أن يتبع أوامر الملك هذا الأمر أغضب صلاح الدين كان سبب حقيقي في الهجوم على مملكة القدس وفي عام 1187 حاصر مدينة طبرية نصح ريموند الثالث الصريبيين بالصبر لكن الملك قاي وبناء على مشهورة أرناط صار بجيشه إلى حطين خارج طبرية لتندلع أهم المعارك في التاريخ الإسلامي وهي معركة حطين معركة حطين كانت بين المسلمين والصليبيين وفيها انتصر المسلمين وتم القبض على الملك قاي وأرناط وتم اقتياتهم لخيمة صلاح الدين ما حدث في هذه المقابلة متفق عليه في المصادر الإسلامية والمسيحية أعطى صلاح الدين الماء للملك قاي والذي شربه ومرره لأرناط اعتقد الملك قاي بأنه بيعطاء أرناط الماء يعني أن يحصل أرناط على معاملة كملك فهو سيكون تحت حمايته وقال المترجم الملك لصلاح الدين يقول لك الملك أن أرناط تحت حمايتي لكن صلاح الدين قطع رأس أرناط أمام الملك بسبب الجرائم التي ارتكبها بحق الحجاج أكرم صلاح الدين الملك حسب التقاليد المتعارف عليها وتم إرساله إلى دمج وهو واحد من عدد قليل من الأسرة الذين لم يعدموا وبحلول نهاية العام سيطر صلاح الدين على عكا والقدس يقال أن البابا أوربان الثالث انهار ومات عند السماع خبر خسارة معركة حطين مات قبل أن يصل له خبر سقوط القدس انتهت الحملة الصليبية الثانية بفشل ذريع الصليبيين وذلك بعد عامين فقط في عام 1149 فشل الصليبيين في الهدف الرئيسي بل وفي الهدف الجديد وهو الاستيلاء على دمشق في عام 1148 هذا الأمر نشر خيبة الأمل في أوروبا ونشر الأمل والعزة في قلوب المسلمين علم المسلمين بأن الجيوش الصليبية بالإمكان هزيمتهم والذي كانوا قد خافوا من قصص قوة الفرسان القادمين من أوروبا انتشر بين المسلمين أن الوجود الصليبي هو وجود مؤقت وبأنه بالتعاون والاتحاد بالإمكان طرد كل الصليبيين من أرض المسلمين لكن كان يجب أن يكون هناك إجماع على جيش واحد وقائد واحد وهو الذي سيستطيع التحقيق هذا الأمر سيطر صلاح الدين مؤسس السلالة الأيوبية في مصر على دمشق في عام 1174 وحلب في عام 1183 لكن الخبر الذي صدم العالم وأوروبا كان بهزيمة جيش مملكة القدس في حطين من عام 1187 ليسيطر جيش صلاح الدين على عكا وطبرية وقيصرية والناصرة ويافا والقدس قبل اندلاع الحملة الصليبية الثالثة انتشرت أخبار في أوروبا عن مدابح قام بها صلاح الدين في القدس لكن الصورة السيئة لصلاح الدين في الغرب تغيرت في القرون المتقدمة مع تقديم صورة واضحة حول الحملة الثانية من قبل الكتاب والمؤرخين كتب الكاتب الأسكتلندي والتر سكوت رواية التلصم وقدم فيها صورة إيجابية حول شخصية صلاح الدين وصورته كأمير نبي تغيرت نظرة الغرب لصلاح الدين حتى أن الامبراطور فيلهم الثاني زار القدس في عام 1898 وطلب زيارة قبر صلاح الدين والتقديم الاحترام الكتب المسيحية والمسلمة تقول بأن صلاح الدين عند دخول القدس كان أكثر تسامحا من الصليبيين عند دخولهم لم يأتي أي ذكر لحدوث مذابح كما صوره رجال الدين المسيحيين بل أن صلاح الدين سمح لمسيحي الشرق بالبقاء في القدس دون سلبهم أي حقوق وطلب من الصليبيين الفدية ومغادرة القدس لم يبقى بأيد الصليبيين إلا صور والتي كانت بقيادة كورنالد مونفيرات والتي ستكون مهمة جدا في الحملات الصليبية القادمة البابا غريغوري الثامن لم يبقى في كرس البابوية إلا أشهر بسيطة ولكن كان له تأثير في التاريخ وهو من أعلن عن الحملة الصليبية الثالثة في عام 1187 خلال إعلان طلب البابا من المشاركين استعادة القدس وأنقاذ الآثار الصليبية وأهمها الصليب الأصلي ذكر البابا الشعب بنجاح الحملة الأولى الأسطوري ومنه استجاب ثلاث ملوك بالانضمام وهم الامبراطور الرومان المقدس وملك ألمانيا فريدريك الأول بربروسا وفليب الثاني ملك فرنسا وريتشارت الأول ملك إنجلترا كل هؤلاء كانوا أعظم ملوك أوروبا في عصرهم ولهذا كان الأمل في هذه الحملة عظيم كان فريدريك الأول بربروسا أول ملك ينظم للحملة فسافر مع جيشه برا عبر تراقيا في ربيع عام 1190 الامبراطور البيزنطي إيزك الثاني كان متخوف من مرور بربروسا على أراضيه بينما كان الغربيين في الجانب الآخر يشكون في تحالف الامبراطور البيزنطي مع صلاح الدين يقال بأن الامبراطور البيزنطي حاول بالفعل إعاقة تقدم الصليبي للشرق فاستطاع بربروسا دخول أدريانوبل ولكن في العاشر من يونيو من عام 1190 سقط الامبراطور الروماني بربروسا من حصانة أو قيل بأنه غرق في نهر ساليف ومات أدت وفاة بربروسا إلى أن يقرر الكثير من جيشه العودة ولهذا اهتز كيان الجيش الصليبي والذي اعتمد فقط على الجيشين الإنجليزي والفرنسي كما تكلمنا سابقا في تاريخ فرنسا أساسا كان هناك خلافات بين الفرنسيين والإنجليز لهذا هذا التحالف كان في الحقيقة هش للغاية بقى من الألمان عدد قليل منهم ووصلوا لعكا في الوقت نفسي سلك ريتشارد قلب الأسد الطريق البحري للشرق قلب الأسد كان قد وجه كل قوة بلادي للحملة الصليبية فكان جيشه عبارة عن مئة سفينة وستين ألف فارس في طريقه استولى على مسينة في سقلية في عام 1190 وعندما تجمع جيش الملك لأول مرة في الجزيرة في إبريل من عام 1191 كان هناك 17 ألف جندي جاهز قلب الأسد كان قائد متمرس وعلم بأن الإمدادات هي أهم أمر يجب الاهتمام به لكي تنجح الحملة لهذا ركز على ضمان وجود خط إمداد جيد فقام بالاستيلاء على قبرص قبرص كانت جزيرة بيزنطية بحاكم متمرد لكن ريتشارد بزعم عدم معاملة أهل قبرص للصليبين باحترام قام بالهجوم على الجزيرة واحتلالها في مايو من عام 1191 وفرض قلب الأسد على سكان قبرص ضريبة وصلت لخمسين بالمئة لدعم الحملة وأعلم من أن قبرص ستكون قاعدة لإمداد جيش الصليبين في الشرق قبرص لن تعود لأهلها حتى عام 1571 في الوقت نفسي في فرنسا جمع في لب الثاني جيش مكون من 650 فارس و1300 جندي وعدد كبير من المشار أبحر هذا الجيش أيضا لبلاد الشام وهذه المرة بفضل السفن القادمة من جنوة وصولا لعكا كانت المعركة الرئيسية الأولى للحملة في عكا على ساحل مملكة القدس في الواقع كانت المدينة بالفعل تحت الحصار لبعض الوقت من قبل جيش بقيادة الملك غاي ملك ما تبقى من مملكة القدس كانت جيش غاي يخسر عند وصول الصليبيين لدعمه أول من وصل الإنقاط جيش غاي كانت كتيبة ألمانية من بقايا جيش بربروسا بقيادة دوق النمسا ليوبولد كينت كانت هذه الكتيبة قد سافرت عن طريق البحر وأيضا وصلت قوة فرنسية بقيادة هنري شامبانيا ثم وصلت جيوش ريتشارد قلب الأسد وفليب الثاني وبحلول أواء اليونيو من عام 1191 كان جميع الصليبيين في مكانهم وعلى الاستعداد للاستيلاء على المدينة استخدم الجيش الصليبي المنجنيق لقصف المدينة ولكن الحصار لم يكن ناجح بشكل حقيقي لكن قيل بأن قلب الأسد قام برشوة حراس على أسوار المدينة وهنا حصل ريتشارد على لقب قلب الأسد فهو في خمس أسابيع فقط قام بما فشل فيه غاي في الحصول عليه في عشرين أسبوع وتم الاستيلاء على المدينة أخيرا في الثاني عشر مليوليو من عام 1191 ومعها استولى الصليبيين على ستين سفينة الجزء الأكبر من بحرية صلاح الدين وفقا للرواية المسيحية كان ريتشارد مريض في ذلك الوقت بداء الإسقربوت فكان يأمر الخدم أن يحملونه على نقالة حتى يتمكن من إطلاق السهام على أسوار المدينة باستخدام القوس والنشاب أعدى مقلب الأسد 2500 سجين وعندما اعترض عليه البعض قال بأن الفدية تأخرت وبأنه حتى لو استلم الفدية فسيقتلهم فهم سينضمون لجيش المسلمين بمجرد الإفراج عنهم وإيضا قام ريتشارد بالتعيين جاي كملك على قبرص بعد أن قبض ثمن هذا التعيين بالمال وفي أغسطس من عام 1191 اضطر قلب الأسد للعودة لبلاده بسبب مشاكل داخلية تهدد عرشه وهنا من بين الملوك الثلاثة الذين بدأوا الحملة لم يبقى سوى ملك واحد وخسرت الحملة أهم قائد وهو قلب الأسد قبل ذهاب قلب الأسد لبلاده تجه مع الجيش الصليبي للهدف القادم يافا والتي كانت ميناء حيوي يغذي القدس وجد صلاح الدين من أن من المهم والأجدى أن يواجه الجيش كان هذا في السابع من سبتمبر من عام 1191 في سهل أرسوف حرص الجيش الصليبي على اتباع الساحل والتركيز عليه ولهذا تركوا جهة واحدة مكشوفة فهاجم الرمال المسلمون هذه الجهة لكن سلاح الفرسان كان أقوى فعندما هجموا استطاعوا الانتصار في البداية ولكن الخسار في الجيش الإسلامي لم تكن قوية ومن انسحب جيش صلاح الدين للسهل القريب والتجه الجيش الصليبي بقيادة قلب الأسد ليافا قيل بأن قلب الأسد كان يخطط للهجوم على مصر لكي يعزل الجيش المسلم لكن القادة رفضوا وأصروا على ضرب القدس فبما أنهم منتصرون فالقدس أساسا هي الهدف الرئيسي للحملة ريتشارد استجاب للقادة ولكن بحذر شديد وأصر على الهجوم على كل قلاع المحيطة لحماية الجيش فوصل قرب القدس في يناير من عام 1292 وكان على بعد 19 كيلو متر من دخول القدس ونجاح الحملة الصليبية الثالثة عند وصول ريتشارد قلب الأسد للقدس كان قد خسر جزء كبير من الجيش وكان خط الأمداد الذي بناه ريتشارد قد انقطع من قبل المسلمين كان قد مر على بداية المعارك بين المسلمين والصليبيين عامين وجد الجيش الصليبي بأنهم حتى لو دخلوا القدس فلن يصمت الجيش أمام الحجم الكبير للمسلمين اجتمع ريتشارد مع قادة فرسان الهيكل وفرسان الإسبتاريا وكان هناك تردد من الهجوم على القدس وفي الوقت نفسه كان صلاح الدين يهاجم يافا في يوليو من عام 1292 وفي الأول من أغسطس وصل ريتشارد لعكة في محاولة لاستعادة المدينة رغم هذا كان الجيش الصليبي قد تخلى عن الهدف الرئيسي من الحملة وهو استعادة القدس قوة صلاح الدين واتحاد المسلمين أدى لتخفط حقيقي في تحديد هدف الحملة الحقيقية وهو استعادة القدس وفي نفس الوقت ريتشارد كانت تصل له أخبار بوجود مشاكل في إنجلترا وبأنه يجب عليه العودة حتى لا يفقد عرشه وهنا ومع كل هذه المشاكل على المسيحيين التقى أعظم قائد صليبي وأعظم قائد إسلامي في يافا هناك تنازل الصليبيين عن قلعة عسقلان واحتفظ المسلمون بعكة كما اتفق قلب الأسد وصلاح الدين على فتح القدس تحت حكم المسلمين أمام الحجاج المسيحيين وهو أساسا أمر كان موجود قبل الحملات الصليبية هناك تفاوت في نظرة الصليبيين للحملة الثالثة البعض يرى بأن هناك نجاح بسيط للحملة القدس فتحت أمام الحجاج وعندما أراد قلب الأسد العودة للبلاد سأله أحدهم هل يجب الإعلان عن حملة الصليبية رابعة رد عليهم نعم ولكن يجب أن يكون الهدف الرئيسي للحملة مصر إذا دخلت مصر ستنهار القوة الإسلامية وفي عام 1202 أعلن البابا أنسنت الثالث الحملة الصليبية الرابعة بهدف رئيسي هو استعادة القدس هذه الحملة غريبة ومثال حقيقي لوجود اختلاف عظيم بين الكنيسة الشرقية والغربية الهدف الرئيسي للحملة تغير وأصبح بدل أن يكون القدس المدينة المقدسة والتي يسيطر عليه المسلمون أصبح الهدف هو القسطنطينية أعظم مدينة مسيحية في العالم لهذا فهذه الحملة إذا كنت تنظر لها من منظور الهدف الجديد فيعني بأنها حملة ناجحة فقد دخل الصليبين القسطنطينية في الثانية عشر من إبريل من عام 1204 وتم تجريدها من كل كنوزها وحرق أهم معالمها في مشهد غريب يبين لك حال الفوضى التي تسببت فيها الحملات الصليبية الامبراطور البيزنطي كان يرى بأنه وريث لروما وبأنه الحاكم الإلماني لكل مسيحي العالم فهو يملك أقدس مدينة بعد القدس وهو الذي يدافع عن حدود العالم المسيحي ضد المسلمين لكن بسبب اختلاف الدين بين الكنيسة الشرقية والغربية كان هناك عداء حقيقي بين بيزنطا والصليبيين الصليبيين يرون بأن الممارسات الدينية لأهل بيزنطا مشوهة وخاطئة كما أن الخلاف الذي حصف الحملة الأولى وعدم دعم الامبراطور لهم في عز الحرب أشعل هذا كره الصليبي نتجاه بيزنطا أيضا كان في ذلك الوقت صراع بين البابوات والأباطرة وبين ملوك الدول الغربية الذين كانوا طامعين في بقايا أمبراطورية روما القديمة وبالتحديد الأراضي الإيطالية بيزنطا كانت ترى بأنها امتداد لروما القديمة ولهذا أراضي إيطاليا هي من حقهم إضافة لكل هذا فشل حملات الصليبية بعد الحملة الأولى سبب في نشوب خلاف بين المشاركين حيث أن الغربيين كانوا يلقون باللوم المباشر لبيزنطا بسبب عدم الدعم وتحالفهم مع بعض القوى الإسلامية الحملة الصليبية الثالثة كما ذكرنا فشلت في تحقيق هدفها الرئيسي لكن رغم هذا كانت هناك نجاحات عسكرية محدودة الهدف الرئيسي كان استعادة القدس وهزيمة صلاح الدين الأيوبي وبحلول الحملة الرابعة كان صلاح الدين الأيوبي قد توفى في الرابع من مارس من عام 1193 وفي أغسطس من عام 1198 دعا البابا أونسنت الثالث للحملة الصليبية الرابعة البابا دعا بنفس شعارات الحملة الأولى من يذهب للأرض المقدسة ويحارب المسلمين سيحصل على المغفرة من كل الخطايا لكن هذه المرة قال البابا بأن المغفرة والسقوك الغفران ستكون منصيب من يدعم هذه الحملة ماديا الحقيقة أن الوقت لم يكن مناسب لهذه الحملة فملوك أوروبا كانوا في خلافات حقيقية وفي كثير من الممالك كانت هناك حروب داخلية لكن أكبر خسارة لأوروبا كانت في إبريل من عام 1199 عندما توفى أهم صليبي وهو ريتشارد قلب الأسد خلال قيادته معركة داخل العمق الفرنسي الحملة الصليبية الرابعة هذه المرة لم تكن مثل سابقتها حملة ملوك فكانت القيادة من نصيب نوبلاء من الدرجة الثانية ففي فرنسا انضم كونت شامبانيا وكونت بلوز وجيفري من فيل هارودن والذي سجل تفاصيل الحملة والكونت بالدوين من فلانز وسيمون دي موندفورت وقبل بدء الحملة توفى الكونت شامبانيا لهذا تم اختيار إيطالي غني من عائلة شارك الكثير من أعضاها في الحملة الصليبية وهو المركيز بونفياس من مونفيراتا قد يكون سبب اختيار المركيز هو أنه كان بعلاقة عائلية مع بيزنطة حيث تزوج أحد أخوته من ابنة الامبراطور البيزنطي مانويل الأول وشقيق آخر له تزوج من أخت الامبراطور البيزنطي المخلوع آيزيك الثاني وقبل موت قلب الأسد قال بأن الهدف الرئيسي للحملة الصليبية الرابعة يجب أن يكون الهجوم على مصر ولهذا في أكتوبر من عام 1292 بدأ الجيش بالاستعداد للأبحار من البندقية لمصر لكن رفض التجار في البندقية أبحار الصليبيين دون دفع ضريبة على عدد السفن البالغ عددها 240 سفينة فكان المبلغ الذي طلبه التجار هو 85 ألف عملة ذهبية وهو الضعف الدخل السنوي لفرنسا هذا الأمر كان مستحيل في النهاية تم الاتفاق على أن يتجه الجيش الصليبي أولا لمدينة زارة ساحلية ويستعدونها لحكم الإيطاليين بعد أن سيطر عليها المجاريين على أن يشارك بالحملة الصليبية 50 سفينة إضافية من الإيطاليين وأن يحصل الإيطاليين على أراضي من التي سيحصلون عليها خلال الحملة هذا الأمر أغضب البابا والذي غضب عندما سمع خبر هجوم الصليبيين ودخولهم زارة في الرابع والعشرين من نوفمبر من عام 1202 ولهذا أعلن في البداية طرد أهل البندقية من الحملة الصليبية بل وطرد الصليبيين أنفسهم من الحملة لكنه بعد ذلك غير من رأيه حول الصليبيين حتى لا تفشل الحملة حيث ذكر البابا عن المشاركين في هجوم زارة تأمل ذهبك والذي تحول لمعدن عادي وفضتك والتي صدأت كل هذا بسبب ابتعادكم عن نقاء هدفكم وميلكم عن مساركم العديد من القادة الصليبيين كانوا قد رفضوا المشاركة في غزو زارة وأولهم كان سيمون من مونتيفورد وهناك عدد من الجنود عاد لأوروبا احتجاجا على غزو زارة تغيير الهدف من الحملة الرابعة هو مثار جدل بين المهتمين في التاريخ فمن غير المنطقي تغيير الهدف الرئيسي من مدينة مقدسة بيد عدو رئيسي مسلم لمدينة مسيحية بيد حليف ولو كان هناك خلاف بينهم لكن الخلاف يعود لرجل واحد ومن البندقية والتي تسببت في انحراف مسار الحملة لتحتل مدينة مسيحية وهي زارة الرجل هو دورجي انريكو داندولو داندولو كان على عداء قديم مع بيزنطة هناك كان قد عمل كسفير للبندقية ولكن تم طرده من قبل البيزنطيين أراد داندولو الانقلاب على الامبراطور البيزنطي وتنصيب الالكسوس الرابع بدلا عنه داندولو كان يهدف من خلال هذه الحركة الاستحواذ على التجارة في البحر الأبيض المتوسط ومنافسة بيزا وجنوة اعتقدت الصليبين وداندولو بأن الامر سيكون سهل سيمر جيش الصليبين على بيزنطة ويدخلون القسطنطينية ويضعون امبراطور جديد ويكملون المسيرة للقدس لكن الامر كان مختلف وأصعب من هذا وذكرت تاريخ بيزنطة بالكامل في سلسلة خاصة ورغم رفض البابا العنيف على الهجوم على زارة لكنه أعجب بفكرة الدخول القسطنطينية فالبابا في هذه الحالة سيقضي على الكنيسة الشرقية ويوحد المسيحيين تحت كنيسة واحدة أما الصليبيين فهم وجدوا فرصة الانتقام من مسيحي الشرق وما قاموا به من الحملات السابقة ولهذا تم تغيير الهدف الرئيسي وأصبحت القسطنطينية هي هدف الحملة الصليبية الرابعة وصل الجيش الصليبي خارج القسطنطينية في الرابعة والعشرين من يونيو من عام 1203 تألف الجيش الصليبي من حوالي 4500 فارس وما يصل إلى 14 ألف من المشاه وعشرين إلى ثلاثين ألف من البندقية كان الهدف الأول هو الحامية البيزنطية على قلدة القريبة من شاطئ القرن الذهبي وبالتالي يمكن خفض حماية الميناء على أن يستطيع الأسطول الصليبي لهجوم على جدران القسطنطينية من البحر وفي نفس الوقت تم الهجوم البري على جدران المدينة باستخدام معدات ضخمة تم بنائها أحس الإمبراطور أليكسوس الرابع بالرعب ففر من المدينة في السابع عشر من يوليو من عام 1203 حقق الصليبيين الهدف الأول وهو دخول القسطنطينية وطرد الإمبراطور الهدف الثاني كان وضع أليكسوس الرابع والده على عرش الإمبراطورية لكن الصليبيين اكتشفوا أن المعلومات التي أعطاهم إياها أليكسوس كانت خاطئة وجد الصليبيين أن الشعب بيزنطا أساسا يكره أليكسوس فبعد ضرد الإمبراطور القديم قام الشعب يوضع أليكسوس الخامس ليكون أمبراطور جديد ويدافع عن المدينة أول عمل قام به الإمبراطور هو أعدام الإمبراطور الصوري الذي تلبه الصليبيين في يناير من عام 1204 وعزز أسوار المدينة وبدأ بالهجوم على الصليبيين حاول الصليبيين أولا إيجاد الحل الدبلوماسي لكن هذا الأمر فشل وجد الصليبيين بأنه لا سبيل لهم سوى الهجوم الشامل في الإمدادات بدأت تنتهي ولهذا في صباح التاسع من إبريل من عام 1204 هجم الصليبيين في البداية استطاع البيزنطيين صد الهجوم حاول الصليبيين مرة أخرى في الثاني عشر من إبريل هذه المرة على الجدران البحرية وركزوا هجومهم على برجين صمد البيزنطيين في البداية لكن نهارت الأسوار البحرية لتنهار جدران قسطنطينية وتسقط المدينة وهنا حطم المهاجمون أبواب المدينة تبع ذلك مذبحة للبيزنطيين سواء المقاتلين أو العامة الذين بلغ عددهم 400 ألف إنسان تعرض المواطنون للاغتصاب والذبح وأحراق المباني وتدميس الكنائس وفر الإمبراطور إلى أتراقيا وتبع ذلك ثلاث أيام من النهب حيث تم تدمير الأعمال الفنية وصهرت السلع الثمينة ونقلت الآثار الدينية لأوروبا نهب الصليبيون القسطنطينية وأحدث الرعب والخراب طيلة ثلاث أيام سرقت خلالها أو دمرت العديد من الأعمال الرومانية واليونانية القديمة أخذت الخيول البرونزية الشهيرة من ميدان سباق الخيل لتزين واجهة كنيسة سان ماركو في البندقية وما زالت موجودة حتى اليوم دمرت أعمال ذات قيمة ثنية غير محدودة لمجرد قيمتها المادية وأيضا سرقت بعضها كان أحد الأعمال التي واجهت هذا المصير تمثال برونزي كبير لهرقل من صنع النحات لبسوس الإسطوري والذي كان النحات الشخصي لألكسندر الأكبر وهذا كان مثل كثير من الأعمال الفنية الأخرى التي لا تقدر بالثمن والتي صنعت من البرونز حيث قام الصليبيين بصهر هذه التماثيل بعد انتهاء النهب أخيرا قسمت معاهدة الإمبراطورية بين البندقية وحلفائها استولى البنادق على ثلاثة أثمان القسطنطينية والجزر الأيونية وكريت ويوبويا وأندروس وناكسوس وبضع مناطق استراتيجية على طول ساحل بحر مرمرة وهكذا أصبحت سيطرة البندقية على تجارة البحر الأبيض المتوسط شبه كاملة وفي التاسع من مايو من عام 1204 أصبح الكون بالدون من فيلاندز أول إمبراطور لاتيني للقسطنطينية وتم تتويجه في آيا صوفيا وحصل على خمسة أثمان القسطنطينية وربع الإمبراطورية التي شملت تراقيا وشمال غرب آسيا الصغرى والعديد من جزر بحر إيجا استولى بونفاس على ستالكوني وشكل مملكة جديدة هناك والتي شملت أيضا أثينا ومقدونيا وفي عام 1205 تم القفض على الإمبراطور السابق بعد معركة مع البلغار ليموت في سجون بلغاريا سقوط القسطنطينية بيت الصليبيين كان له وقع حقيقي في أوروبا ولفت الأنظار عن هدف الحملة الرئيسية الأساسي القدس لكن دينادر الثاني من دامبير كان رافض لفكرة الهجوم على القسطنطينية وتغيير هدف الحملة لهذا قاد كتيبة صغيرة واتجه للغط وأبحر هذا الجيش الصغير مكوم من 300 فارس للشرق في إبريل من عام 1203 تواصل هذا الجيش مع مسيحيو الشرق لدعمهم وهنا هاجم هذا الجيش في سبتمبر من عام 1203 الجليل ولكن الطاعون الذي كان منتشر في عكا تسبب في مقتل نصف الجيش الصليبي حاكم دمشق الملك العادل سيف الدين أحمد لم يكن يريد المواجهة وقد يكون بسبب انتشار الطاعون لهذا استطاع الصليبيين الحصول على الناصرة ويافا والرملة وأراضي قريبة من صيدة وفي أغسطس من عام 1204 هاجم الصليبيون مرتين بنجاح على حماة في وسط سوريا رغم هذا تعتبر هذه الحملة فاشلة فهي بكل بساطة لم تحقق الهدف الرئيسي وفي عام 1217 أعلن البابا أونسنت الثالث الحملة الصليبية الخامسة بنفس أهداف الحملات كلها استعادة القدس على أن يكون الهدف الاستراتيجي هو أضعاف المسلمين من خلال الهجوم على مدنهم في الشرق وبالتحديد في شمال أفريقيا ومصر هذه الفكرة كان يتناقلها الصليبيين منذ عهد ريتشارد قلب الأسد اعتقادا منهم أن الهجوم على مصر أسهل بكثير من الهجوم على القدس مصر في وقت اندلاع الحملة الخامسة كانت تحت سيطرة السلالة الأيوبية أثبت المصريون بأنهم كانوا سد منيع ضد الصليبيين ليوزم الصليبيين وتفشل هذه الحملة ولفهم الحملة الخامسة نعود بالتذكير عن الحملة الرابعة حيث أن البابا أنسنت الثالث نفسه تعالي الحملة الرابعة لاستعادة القدس في عام 1202 لكن تغير الهدف في عز الحملة ليكون بدل الهجوم على القدس الهجوم على القسطنطينية وبالفعل هذا ما حدث في عام 1204 وتوزيع أراضيها بين البندقية وحلفائها ورغم أن البابا كان قد وافق على تأديب البيزنطين لكنه لم ينسى الهدف الرئيسي ولهذا أعلن عن تجديد الهدف في عام 1215 لتكون حملة جديدة وكما ذكرنا فأن قلب الأسد بعد الحملة الثالثة ذكر بأن الهجوم على مصر هو أهم خطوة للنجاح وكان يلقبها ببطن الامبراطورية الإسلامية بضرب البطن ستنهار الامبراطورية هذه الاستراتيجية التي قرر الجيش الصليبي الخامس اتباعها على أمل أنه إذا سقطت مصر ستسقط القدس اتباعا الدولة الأيوبية تأسست من قبل صلاح الدين الأيوبي في عام 1174 واعتمد على مصر كقلب لمملكته حتى سقطت هذه الدولة في عام 1250 على يد الممالي وقت الحملة الخامسة كان سلطان مصر هو العادل سيف الدين أحمد شقيق صلاح الدين وفي ذلك الوقت كان هناك سلام حذر بين الولايات الصليبية والأيوبين وخلال هذا الوقت قام المسلمين بتحصين جبل طابور وهو ما اعتبرته الولايات الصليبية تهديد صريح عليها البابا أنسنت الثالث استغل الأمر وأمر بالحملة الصليبية الخامسة ولأول مرة يكون الوعظ على طول أوروبا بالحملات الصليبية منظم وهي في الأساس طريقة للتجنيد المتطوعين من قبل مناطق جغرافية على مبادئ توجيهية لمجالس المقاطعات ومندوبيها حول كيفية إقناع الناس والمستهدفين كانت هناك مجموعة من الخطب النموذجية المصممة لإثارة الحماس للقضية على أفضل وجه وكان من المقرر استهداف النبلاء والفرسان الذين لديهم المهارات والوسائل للسفر والقتال بشكل أكثر كثافة وبالتالي يمكن تجنب الحركات الشعبية غير الرسمية مثل ما سمي بحركة الأطفال الصليبية في عام 1212 والتي شملت فلاحين وأطفال قام البابا إنسنت الثالث نظريا بتوسيع الدعوة إلى جميع الذكور باستدناء الرهبان ولكن أولئك الذين لم يكنوا ماهرين عسكريا تم تشجيعهم وبقوة على إعطاء الأموال للقضية بدلا من السفر شخصيا وعد البابا بأن أولئك الذين دفعوا ولكنهم لم يسافروا سيظلون يحصرون على صقوق الغفران بالإضافة إلى ذلك كما كانت السياسة الباباوية تم فرض ضريبة 20% على الدخل على مدى ثلاث سنوات على رجال الدين للمساعدة في دفع تكاليف الحملة الصليبية كانت المغامرة والمكاسب المالية من غنيمة الحرب وتحسين الوضع الاجتماعي من خلال الحصول على مرتبة الشرف والألقاب الجديدة كلها محفزات إضافية إلى جانب الأمر الديني ولهذا كانت هناك حملة تجنيد تعتبر ناجحة جدا وخصوصا في ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا والمجر وهولندا ولكن في السادس عشر مليوليو من عام 1216 توفى البابا إنسونت الثالث قبل أن تتاح له مشاهدة بداية الحملة الخامسة لم يكن للبابا هونرير الثالث خليفة البابا المتوفي نية لإيقاف الحملة هذه المرة عاد الملوك للحملات الصليبية فأعلن فريدريك الثاني ملك ألمانيا الانضمام وكان من المتوقع أن يقود الحملة ملك ألمانيا ولكنه لم يتمكن من مغادرة ألمانيا بسبب الصراعات الداخلية واشتعال الصراع بينه وبين البابا على السيطرة على الأراضي وفي مايو من عام 1218 هبط الجيش الصليبي غرب مدينة دمياط في مصر كانت الخطة الأساسية هي الاستيلاء على المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 60 ألف نسمة ثم سير على طول النيل نحو القاهرة وعلى بعد 160 كيلومتر تألف الجيش تقول المصادر بأنه كان بحجم 30 ألف بحد أقصى من الفرسان الصليبيين من أوروبا إلى جانب البارونات من الشرق اللاتيني والفرسان من جماعات العسكرية الرئيسية فرسان الإسبارتية وفرسان الهيكل والفرسان التوتونيين قاد الجيش في الميدان جون برين ملك مملكة القدس الصغرى والتي كانت مكونة من أراضي حول القدس والتي كانت تحت سيطرة المسلمين جون برين لم يكن أساسا من صليبي الغرب ولهذا كانت هناك مشاكل في إدارة الحرب تسببت في خسارة الصليبيين أما من جهة المسلمين فكان الجيش بقيادة الكامل ناصر الدين محمد دوميار كانت محصنة بشكل عظيم فهناك ثلاث حلقات حول المدينة جدارين بينهم خندق و28 برج هذا يعني أنه من الصعوبة اختراق المدينة حتى أسمها الصليبيين مفتاح لكل مصر أقام الجيش الصليبي معسكر على الضفة الغربية للنهر خارج المدينة كانت العقبة الأولى قبل وصول الغزاء إلى المدينة نفسها هو التجاوز منطقة بين أسوار المدينة وجزيرة صغيرة ولكنها محصنة في دلتا النيل ومنعت هذه السلسلة الوصول إلى ميناء المدينة قضى الصليبيين عدة أشهر في محاولة مهاجمة هذه المنطقة والتي كان بها حجارة يبلغ ارتفاعها 21 متر وأيضا كانت هناك حامية البرج بقوة مكونة من 300 رجل والتي يمكن إعادة تزويدها بفضل الجسر مبني من قوارب تربط البرج بضميات لكن الصليبيين قاموا بخدعة من خلال بناء برج على سفينتين متشابكتين لهذا استطاع الصليبيين في 24 أغسطس التغلل والأبتراب من المدينة طبعا هذا لا يعني النجاح في السيطرة على الضميات فأسوار المدينة لا تزال قائمة وفي نفس الوقت كان جيش المسلمين قد بدأ يتمركز في الجانب الشرقي من نهر النيل استعدادا للمواجهة وفي 29 نوفمبر من عام 1218 ضربت عاصفة المنطقة دمرت جزء كبير من معسكر الجيش الصليبي ولكن هذه العاصفة أيضا أضرت بأهل دميات المحاصرين استمر الأمر كما هو طوال شتاء وربيع وصيف عام 1219 كان أي هجوم على الصليبيين سيكون مدمر لهم وهم أساسا لا قوة لهم للهجوم المعاكس إضافة لهذا بدأ بعض الصليبيين بالتسلل والهرب والعودة لأوروبا في حين بقى البعض على أمل وصول ملك ألمانيا للدعم مع جيش كبير وصلت الأخبار بأن فريدريك لا يعتزم الذهاب حتى العام المقبل وهذا ما أصاب الصليبيين بخيبة الأمل وفي خريف عام 1219 انخفض منسوب النيل ليكون خطر المجاعة على الطرفين وفي سبتمبر أدرك الكامل ناصر الدين أن حامية الدميات في خطر خسارة المدينة وكان هناك تخوف من وصول جيش صليبي أكبر ولهذا تم عرض اتفاقية سلام وصف الكامل ناصر الدين في كتب المسلمين بأنه كاره لإراقة الدماء وهذا كان سبب سعيه للسلام قيل بأنه كان محب للعلم ومجالس العلماء زاهد في الحرب ولهذا كان العرض أن يخرج الصليبيين من دميات على أن يحصل الصليبيين على القدس كانت القدس قد أصبحت عبء اقتصادي على المملكة الأيوبية وحسب المصادر المسيحية كان أمير إمارة الأيوبيين لا يهتم بالقدس على الرغم من قدسيتها عند المسلمين وجد القائد الإسلامي من أن إنقاذ أهل دميات أهم من أي أرض لهذا تفاوض على السلام مقابل حصول الصليبيين على القدس فيما عدا بعض الحصون على أن يتم توقيع معاهدة هدنة مدتها 30 عام وهنا جاء الهدف الرئيسي للحملة الصليبية على طبق من ذهب وبدون قتال لكن الغريب هو أن بعض الصليبيين رفضوا هذا الأمر كان جون منبرين وفرسان توتنيين حريصين على القبول لكن فرسان الهيكل وفرسان الإسبارتية والبنادقة وأكبر زعيم ديني الكاردينال بيلاجيوس لم يكونوا كذلك كانت المجموعة الأخيرة قلقة من أنه بدون القلاع الحيوية والتي يعتزم الكامل الاحتفاظ بها سيكون من الصعب على الصليبيين التمسك بمكاسبهم بعد انتهاء الحرب الأهم من ذلك كله أن وصول فريدريك متأخرا أفضل من عدمه وسيعني بالتأكيد انتصار الغربيين ومن ثم يمكنهم أخذ ما يريدونه بما في ذلك مصر لذلك استمر الحصار مع رفض عرض السلام شن كامل هجوم على معسكر الصليبيين وتم صد الجيش وفي نوفمبر من عام 1219 هاجم الصليبيين دمياط وبعد اختراق البرج تم اختراق دفاعات المدينة الضئيلة صدم الصليبيين لرؤية حال أهل دمياط فالشوارع كانت مليئة بالجثث وولاك الذين ما زالوا على قيد الحياة يعانون من سوء التغذية والمرض الأمير كان من نقل جيشه على بعد 40 كيلو متر جنوبا قرب النيل وفي نفس الوقت كان الصليبيين مظلومين من دخولهم للدمياط بسهولة وأصبح هناك خلاف داخلي بينهم على من سيكون أمير على دمياط ومثل بابا أراد الاحتفاظ بها لفريدريك لكن جون من بيرن أراد الاحتفاظ بها لنفسه بل وأنه شرع في سك العملات المعدنية ليثبت حقيته بدمياط لكن في النهاية تم التوصل لحل وسط أن تكون بيت جون لحين وصول فريدريك بعد الاتفاق على مسألة الحكم في دمياط كان النقاش حول ما هي القطوة الدالية للصليبيين كان أمام الصليبيين طريقين هو الاتجاه للقاهرة والسيطرة على جوهرة العالم الإسلامي أو استخدام دمياط كورقة ضغط من أجل استعادة القدس والحصون في فلسطين الغريب أن هذا النقاش استمر لعام ونصف وخلالها وصلت قوة من ألمانيا تحت قيادة لوتفيك من بوفاريا لدعم الصليبيين ليتم الاتفاق على الاتجاه للقاهرة في عام 1221 تحرك الجيش بالطريق البري والبحري لكن مرور عام ونصف كانت في مصلحة الأمير كامل فقد استطاع الاستفادة من تردد العدو في تحسين معسكرة وتقوية الجيش واستدعاء الحلفاء من سوريا والعراق في يوليو من عام 1221 فترة الانتظار أعطت الأمير كامل فرصة لدراسة أرض المعركة ولهذا تمركز في منطقة معينة وهو يعلم أن النهر النيل سيرتفع في غضون شهر حاول الأمير كامل المماطلة فقدم صفقة هدنة جديدة من أجل تأخير الحرب حتى يرتفع النيل وتصل الامدادات رفض الصليبيين العرض الجديد وهجموا مباشرة على معسكر الأمير كامل في أغسطس أرسل الأمير كتيبة خلال هجوم الصليبيين فقاموا بإغراق أربع سفن خلفهم لمنع أي انسحاب وفي نفس وقت الهجوم الصليبي وصلت جيش دعم إسلامي من الشمال وتمركزت في الشمال الشرقي لمنع أي تراجع صليبي وهنا بدأت مياه النهر بالارتفاع فعمل فوضى في الجيش الصليبي وتخبطت السفن المتبقية ليفتح جيش الأمير الكامل أبواب السد في الحقول المحيطة ويغمر المنطقة بأكملها وفي الثامن والعشرين من أغسطس من عام 1221 استسلم الجيش الصليبي وتم توقيع هدنة استعاد الكامل الدميات وجميع السجناء المسلمين على أن يعود الجيش الصليبي بسلام لتكون خسارة مذلة للصليبيين رغم أنهم كانوا قريبين من الحصول على القدس بالسلم وفي السنوات التي تلت الحملة الصليبية الخامسة كانت هناك الكثير من النقاش والتوجيه أصابع الاتهام حول من هو المسؤول بالضبط عن الكارثة كان قرار هجوم الصليبيين على مصر بدل القدس أمر صادم للأيوبيين وعلموا بأن هناك خطر من هجوم الصليبي قادم على بلادهم هذا التهديد كان سبب في تغيير شكل الحملة الصليبية السادسة والتي بدأت في عام 1228 بقيادة الامبراطور رومان المقدس فريدريك الثاني والذي دخل أخيرا الحملة الصليبية ووصل إلى الشرق في سبتمبر من عام 1228 لتكون حملة دبلوماسية أكثر من كونها عسكرية الحملة الصليبية السادسة والتي بدأت في عام 1228 يعتبرها البعض جزء وتكملة للحملة الصليبية الخامسة الفاشلة خلال الحملة الخامسة كان الصليبيين ينتظرون الأمبراطور رومان المقدس فريدريك الثاني لكي ينصل بجيش الأراضي المقدسة ويدعمهم وهو ما تعاهد عليه كثيرا لكن في الحملة السادسة تحقق هذا الأمر كما علمنا سابقا القدس خرجت من أيدي المسيحيين منذ عام 1187 وهذا الأمر سيتغير بعد هذه الحملة حيث أن فريدريك استطاع بالأسلوب الدبلوماسي إعادة القدس وتم الاتفاق مع الأمير كامل سلطان مصر وسوريا على عودة القدس للصليبيين في فبراير من عام 1229 وهنا تمكنت الحملة الصليبية السادسة من تحقيق ما فشلت به الحملات الثانية للخامسة بالوسائل السلمية فريدريك الثاني كان من أهم الشخصيات في الحملة الصليبية الخامسة رغم عدم مشاركته لكن غيابه كان عنصر مهم في هذه الحملة والسبب رئيسي بفشلها يقول مؤرخ تي سبرينغ عن الإمبراطور في القرن الثالث عشر اعتبر أنصار الإمبراطور فريدريك بأنه من عجاء بالدنيا ولكن أعداءه اعتبروه وحش نهاية العام هناك اختلاف حول ما إذا كان الإمبراطور مستبد أو قائد صاحب رؤية ولكنهم يتفقون على أنه أول أباطرة في عصر النهضة جسديا كان الإمبراطور ضعيف جدا ولكن بحلول العشرينات من القرن الثاني عشر أصبح أقوى رجل في العالم المسيحي وفي وقت الحملة الصليبية السادسة كان فريدريك لا يزال يعتبر إمبراطور عادي في أوروبا لم يغادر فريدريك أوروبا خلال الحملة الصليبية الخامسة على الرغم من وعده بذلك لأنه وجد نفسه في صراع مع البابا حول حقه في تتويجه كإمبراطور روماني مقدس البابا إنسنت الثالث ثم خليفته هورونيوس الثالث كان قلقان بشأن سيطرة فريدريك على كل أوروبا الوسطى والسقلية مما قد يؤدي إلى تطويق الولايات البابوية بشكل فعال في إيطاليا دفع البابا فريدريك للوفاء بعوده الصليبية الأصلية واستعادة القدس للعالم المسيحي يعتقد بأن البابا قام بدفع فريدريك للقدس لكي يغض النظر عن أراضي إيطاليا أصبح فريدريك أخيرا إمبراطور روماني مقدس في عام 1220 وقام بخطوة ذكية للاتصال الدولماسي مع مسيحيو الشرق فتزود في نوفمبر من عام 1225 من إيزابيلا الثانية وريثة عرش مملكة القدس والتي تحكم أراضي بسيطة محيطة بالقدس في ذلك الوقت هذا يعني أنه أصبح مسيطر على مملكة القدس الصليبية وأي أرض يحصل عليها في الحملة ستكون ملكه عند تتميع الجيش الصليبي الكبير تأخر رحيل فريدريك والذي كان مقرر منذ فترة طويلة في 15 أغسطس من عام 1227 مرة أخرى ولكن هذه المرة بسبب المرض البابا الجديد جريغوري التاسع غضب من هذا التأخر وكان يخطط لسحب القدسية من الامبراطور فقد حصل عليها الامبراطور بعد وعده بالمشاركة بالحملة الصليبية وهنا بدأت الحملة بمشاكل حول السلطة قادة الحملة الذين وصلوا للشرق بدأوا بالعمل بغض النظر عن وصول الامبراطور فقاموا بالعمل على تعزيز قوة يافا وقيصرية والقلعة المقر الرئيس لفرسان التوتونيين في مونتفورد رغم الصراع مع البابا لكن فريدريك الثاني وصل لعكاف السابع من سبتمبر من عام 1228 مصمم على تحقيق الهدف الاول لكل الحملات السابقة وهي القدس هذه المرة كان هناك تجهيز حقيقي للجيش الصليبي وقد نظم الصليبيين الرتب العسكرية وقدموا مكافآت مالية يصل عدد الجيش لعشرة الاف جندي والفين فارس وبسبب الصراع مع الكنيسة لم يتقبل قادة مسيحي الشرق وفرسان الهيكن وفرسان الاستبارية وجود ملك من الغرب مطرود من الكنيسة بينهم الامبراطور بدل ان يصارح هؤلاء القادة قام بخطوة ذكية عين قادة اخرين صوريين ليكونوا قادة الجيش الصليبي على ان يتحكم بكل قراراتهم وتحركاتهم وبهذا استطاع توحيد الجيش الصليبي والتحكم به استمرت المشاكل على الامبراطور فقد توفت زوجته ايزابيلا اثناء الولادة في مايو من عام 1228 هنا وضع الامبراطور ابنه حديث الولادة في حكم مملكة القدس على ان يكون هو وصي على العرش هذا الامر اغضب والد ايزابيلا والذي كان يحكم مملكة القدس والذي كان من قادة جيش الحملة الصليبية الخامسة الفاشلة وفي نفس الوقت رفض نبلاء القدس هذا الامر واعتبروه انقلاب وفي اوائل عام 1229 انتقل جيش فريدريك من عكا ليابا كما شاهدنا الصليبيين استغلوا الفترة بين الحملة الخامسة والسادسة من اجل التوحد وحل كل المشاكل العالقة ومع وصول ملك حقيقي لقيادة الجيش اضاف ذلك قوة حقيقية لهم وفي نفس الوقت كان المسلمين يتفرقون ويهتز كيانهم بشكل حقيقي داخل السلالة الايوبية بدأت خلافات حقيقية حيث ان الشقيق السلطان والذي يحمل اسم المعظم عيسى بن عادل امير دمشق تحالف مع مرتزقة من الخوارزميين وهجم على ارض شقيقه في شمال عراق لكن الامير المعظم توفى في عام 1227 واتباعه استمروا بالتقدم ومحاربة الكامل هذه المرة المتمردين كانوا بقيادة ابن شقيق الكامل الناصر داود هذه كانت حالة المسلمين وحالة الصليبيين عند وصول فريدريك لمواجهة الكامل ولهذا راسل الكامل فريدريك من اجل التفاوض بدل الحرب فالحرب ستكون مضرة بالطرفين وستقطع طريق التجارة في المنطقة فريدريك كان داهية وعبقري في التفاوض هذا حسب كل كتب التاريخ وهي سبب في نجاحه في هذه الحملة والذي خدمه ايضا كان معرفته باللغة العربية بل قيل بانه كان معجب وعارب بالثقافة العربية والاسلامية وكان يحيط مجلسه بالحرس المسلمين رغم رفض الكثير هذا الامر خوفا من اغتياله الكامل عرض القدس كورقة هامة المفاوضة وهو نفس الامر الذي قام به في الحملة الخامسة قيل بانه كان يستخدم القدس كورقة للتفاوض لانه يرى بانه اذا قبل الصليبين الامر وانتهت الحملة ففي النهاية سيتركون الشرق وسيكون من السهل استعادة القدس بعد ذلك الحقيقة المفاوضات كانت بعيدة جدا عن التفاوض على المقدسات ولكن كانت في الحقيقة مفاوضات حول السلطة في المنطقة وتقوية حضور الملكين في الشرق هناك اختلاف بين وجهة نظر المسيحيين والمسلمين حول هذه المفاوضات الاثنين يرون في النتائج انها انتصار دبلوماسي لهم لهذا سأعطيك التفاصيل ولك حرية الاختيار ففي الثامن عشر من فبراير من عام 1229 تم توقيع معاهدة يافا بين الملكين والتي اعطت الصليبين الاماكن المقدسة في القدس باستثناء منطقة الهيكل والتي ظلت تحت سيطرة السلطات الدينية الاسلامية من المعاهدة من المقرر ان يغادر المسلمين المقيمين المدينة ولكن يمكنهم زيارة الاماكن المقدسة بحرية بموجب الشروط التفصيلي للاتفاق لم يسمح باي بناء جديد او حتى اضافات فنية الى تلك الاماكن المقدسة كما لا يمكن بناء اي تحصينات تضمنت الصفقة مواقع مهمة اخرى ذات اهمية كبير المسيحيين مثل بيت لحم والناصرة في حين حصل السلطان المسلم في المقابل على هذه التنازلات وهي ضمان هدنة لمدة عشر سنوات ووعد بان فريدريك سيدافع عن مصالح الكامل ضد جميع عداءه حتى المسيحيين بهذا دخل فريدريك القدس منتصر في السابع عشر من مارس من عام 1229 ليتوج بشكل رسمي عند القبر المقدس نبلاء القدس غضبوا من عدم ادخالهم في المفاوضات وكانوا اكثر غضبا من تصدر ملك غرب المفاوضات مع المسلمين بل قيل بان بعض المسيحيين اجتمعوا عند منزل الامبراطور المقدس في عكا وعندما اقترب من المنزل رشقوا بالمخلفات واللحوم في مايو من عام 1229 فريدريك وصلت له انباء مزعجة من اوروبا استغل البابا مغادرته اوروبا فقام بفرض سيطرته على اراضي فريدريك في ايطاليا وبالتحديد في جنوب ايطاليا السقلية الغريب ان البابا عين والد زوجة فريدريك جون من برين كقائد على الجيش القدس بقت بيد المسيحيين حتى عام 1244 ورغم الحصول على القدس لكن عاصمة مملكة القدس بقت مدينة عكا غادر الامبراطور المقدس القدس بعد ان عادها للصليبيين اعتقادا منه بانه ترك الصليبيين موحدين واقوى من المسلمين لكن الحقيقة كان الصليبيين غاضبين من عدم اشراكهم بالمفاوضات بل وكان اكثرهم رافض لاي اتصال دبلوماسي مع المسلمين وفي الطرف الاخر تعرض الكامل لانتقادات واسعة عند تسليم القدس وتوقيع السلام مع الصليبيين لكن الكامل استطاع استغلال فترة السلام لتقوية وجوده والسيطرة على دمشق خصوصا بعد الانتصار في معركة لافوربي في اكتوبر من عام 1244 مما اشعل الحملة الصليبية السابعة والثامنة والتي كان هدفهم اضعاف المسلمين والسيطرة على اراضي جديدة الحملتين الاخيرتين كانوا بقيادة الملك الفرنسي لويس التاسع ورغم عدم نجاحهم لكن لويس تم تنصيبه لمكانة القديس بسبب جهوده قاد الحملة الصليبية السابعة الملك الفرنسي لويس التاسع في عام 1248 نوى الملك الفرنسي غزو مصر والاستيلاء على القدس وكلهما كانت تحت سيطرة السلالة الايوبية المسلمة وفي عام 1250 تكررت احداث الحملة الخامسة من خلال هزيمة الجيش الصليبي في مصر وبالتحديد في المنصورة من هذه المعركة تم القبض على لويس والذي اطلق صراحه بفدية ليعود بعد 20 عام في الحملة الثامنة في عام 1270 قاد الامبراطور الروماني المقدس فريدريك الثاني الحملة الصليبية السادسة والذي تمكن من تجنب اي قتال فعلي والتفاوض على السيطرة على القدس مع سلطان مصر وسوريا الكامل وبعده استمر الصراع داخل الممالك المسلمة بل ان الامبراطورية الايوبية التي اسسها صلاح الدين في عام 1174 بدأت بالتفكك وبدأت تخرج بعض المدن من سيطرة الايوبيين وبالتحديد دمشق وكانت هناك مدن ودولات اسلامية تتحالف مع الصليبيين من اجل حمايتها من المسلمين لكن الايوبيين استطاعوا هزيمة جيش صليبي مدعوم من حلفاءهم المسلمين في دمشق وحمص في معركة لفوربي او معركة غزة في 17 اكتوبر من عام 1244 والتي قتل فيها الف صليبي كما ذكرنا سابقا الصليبيين سيطروا على القدس في معاهدة سلام مع الايوبيين لكن الخوارزميين بالتعاون مع الايوبيين استطاعوا استعادة القدس بقيادة السلطان الصالح ايوب في الثالث والعشرين من اغسطس من عام 1244 وصلت الانباء للبابا بان المسلمين دخلوا القدس ودنسوا الاماكن المقدسة المسيحية وتم طرد مسيحيو الغرب والطهاد مسيحيو الشر لهذا اعلن البابا انسنت الرابع الحملة الصليبية السابعة بقيادة الملك لويس التاسع ملك فرنسا وطبعا بدأت جولات الوعظ في اوروبا لتجنيد الفرسان والمقاتلين فانضم للحملة هنري الاول ملك قبروس وريموند السابع من تولوز والدوق هيو الرابع من بورغندي والكونت ويليام من فالينس والشقيق الملك لويس الفونس بواتي اخفاقات الحملات السابقة كانت حافز لهؤلاء للانضمان بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا ليس من الواضح لماذا قام الملك لويس في ديسمبر من عام 1244 برفع الصليب وقرر مغادرة مملكته الى الشرب وفقا للأسطورة كان الملك مريض بشكل خطير ولكن بمجرد انه قرر الذهاب في الحملة صحة مباشرة وذهب المرض عنه يبحث المؤرخون المعاصرون هذه القصة ويتفقون بانها مختلقة من اجل تصوير الملك على انه خادم للمسيح وملك اوروبا الاول من المؤكد ان الملك قرر تشكيل الحملة الصليبية حتى قبل اعلان البابا عنها وهو عكس اجراءات الحملات الصليبية السابقة كان الملك الفرنسي مصمم على ان تكون حملته موولة بشكل جيد وهذا ما كان بفضل سلسلة من الاصلاحات الضريبية وزيادة الضرائب ارسل الملك رسالة لـ 82 مدينة فرنسية يطلب منهم بالمشاركة المادية في الحملة وايضا طالب البارونات والنبلاء بالمشاركة بل ان الملك نفسه مول جزء من الحملة وفي عام 1248 طرد الملك والمعروب منذ فترة بسياساته المعادلة اليهود جميع اليهود من فرنسا وصادر ممتلكاتهم ادرك الملك بانه بحاجة لمبلغ هائل لتمويل المشروع حتى انه سحب اموال مشروع تمويل تحصين بلدة ايغز موتس في جنوب فرنسا من اجل الحملة قام الملك بتأجير السفن في جنوب مرسيليا فكان هذين الميناءين مكان انطلاق الصليبين ايضا استخدم الملك ميناء قبرص لجمع المؤن وبالتحديد القمح والشعير والنبيل انطلق الاسطور في الخامس عشر من اغسطس من عام 1248 وتوقفت قوة تضم عشرة الاف رجل في قبرص وبقت في الجزيرة لمدة ثمانية اشهر لاعادة الامداد سمح هذا التأخير ايضا للمتعثرين بالانضمام للجيش الرئيسي من كل مدن عكا وطرابلس وانطاكية ووروبا وشرق بالاضافة لذلك استفاد دويس من مساهمة الفرسان المتمركزين في بلاد الشام مثل الفرسان الاسبارتية وفرسان الهيكل والفرسان التوتوني وبحلول صيف عام 1249 كان الجيش مستعد اخيرا لبدء الحملة الصليبية كتب لويس الى سلطان مصر معربا بجرأة عن نيته ليس فقط استعادة القدس ولكن غزو كل مصر وبلاد الشام حيث قال سأهاجم اراضي حتى لو اقسمت بالولاء الصليب لن يغير هذا من رأي الجيوش التي تطيعني تغطي الجبال والسهول فهي كثيرة مثل حصاء الارض وهم متقدمون ناحيتك يحملون سيوف القدم كانت السلالة الايوبية في ذلك الوقت بقيادة الصالح ايوب الابن الثاني للكامل السلطان السابق لمصر كافح الصالح للحفاظ على السيطرة على اراضيه بسبب التنافس بين قادة المسلمين بل وصارع امراء ايوبيين بالاضافة لذلك كانت الامبراطورية المغولية تتوسع غربا باستمرار وبدأ انه لا يمكن وقفها الحقيقة ان الملك الفرنسي راسل الخان المغولي على امل خلق تحالف في الشرق لتطويق المسلمين لكن المغول لم يكونوا مهتمين باي ارض مقدسة او دين هدفهم كان الغزو فقط سواء كانت هذه الاراضي مسلمة او مسيحية كان هذا من حسن حظ المسلمين كان السلطان الصالح جاهز لاي مواجه وكان يملك جيش قوي من الممالك وبالتحديد الاسطول البحري امتلك السلطان الصالح محاربين من الاتراك اضافة للجيش الاسلامي التقليدي وهذا ما خدمه في الانتصار في معركة لفوربي والسيطرة على دمشق في عام 1245 وفي عام 1247 تراجع الصليبيين اكثر حيث استطاع الجيش الاسلامي الاستحواذ على عسقلان وصل جيش لويس الصليبي في مصر في يونيو من عام 1249 لكنه واجه اول مشكلة حقيقية كانت السفن ثقيلة جدا وهذا يعني ان الجيش لا يستطيع النزول بسهولة الى الشواطئ الرملية في مصر وبالتالي اضطر الفرسال الى الخوض في المياه الضحلة وفي الوقت نفسه كان الكامل قد عزز من جيشه في القلعة بلغ عدد الجيش الصليبي حوالي 18000 رجل وشمل 2500 فارس و5000 من الرماء استطاع هذا الجيش الكبير السيطرة على دمياط في يونيو من عام 1249 الحامية التي كانت في دمياط فرت من المدينة بعد ان شاهدت قوة رمات الصليبيين لكن السلطان كان على مسافة قريبة وامنة من دمياط وجاهز للحرب الحقيقية وفي خريف عام 1249 ضرب الجيش الاسلامي بضربة قوية بوفاة السلطان في المنصورة وقد يكون سبب وفاةه السلب اصيب سكان القاهرة بالذعر من هذا الخبر فهي ثاني ضرب عليهم بعد خسارة دمياط فاذا علم الملك الفرنسي بالخبر سيضرب بكل سهولة ويستولي على مصر لكن الملك كان ينتظر الدعم من اخيه الفونسو والذي تأخر حتى اكتوبر وكان الملك الفرنسي قد تعلم ايضا من الحملة الخامسة فانتظر انحسار فيضان نهر النيل السنوي وعندما وصل الدعم وانحسر النيل انطلق من دمياط للقاهرة في العشرين من نوفمبر من عام 1249 احرزت صليبيين تقدم بطيء طوال النهر حيث صارت معظم القوات على طول الضفاف وتبعها السفن والتي كانت تحمل امدادات والمعدات وفي نوفمبر من عام 1249 توفى السلطان الصالح ليقود الحرب البحرية من قبل المسلمين القائد قمر الدين هذا النقل السلس للسلطة خدم المسلمين بشكل حقيقي وبعد 32 يوم خيم الجيش الصليبي مقابل معسكر المسلمين بالقرب من المنصورة محميين من قبل النهر استخدم كل المعسكرين الأجهزة الحربية الضخمة مثل مجانيق تبع ذلك ستة أسابيع من الرمي المباشر كل هذا دون أي تقدم من الطرفين لكن كان للملك لويس الفرنسي جواسيس مسلمين داخل معسكر الإسلامي وقدموا له معلومة ذهبية أخبروا بأن هناك مناطق خلف معسكر المسلمين من السهل اختراقها اتجاه مجراء النهر وفي الثامن من أكتوبر من عام 1250 قام الملك الفرنسي بتحركه وتجمعت قوة كبيرة من الفرسان في المكان في النهر حيث أشار الجواسيس وبالفعل وصل الفرسان أولا من الجيش للمنطقة لكن زعيم الفرسان روبورت أرتوى بحماس وتهور هجم مباشرة قبل وصول الجيش بالكامل وكان هذا خطأ قاتل بالفعل استطاع أرتوى دخول مدينة ولكن بمجرد دخوله تم تطويق هذه الكتيبة من قبل فرسان المسلمين ليتم إعدامه مباشرة في شوارع المدينة ويشن جيش المسلمين بسرعة هجوم على الجيش الصليبي المتبقي لتندلع معركة فوضوية حقيقية استطاع الجيش لويس الصمود لحين وصول الإمدادات من المعسكر الصليبي الرئيسي في نهاية اليوم أما الجيش المسلم فتراجع إلى المنصورة دون خسائر حقيقية وبعد وفاة السلطان تم تعيين سلطان جديد وهو ابن الصالح السلطان المعظم توران شا وفي نهاية فبراير وصل السلطان الجديد مع الدعم والإمدادات للمنصورة هذا التحرك عزل الصليبيين عن إمداداتهم في البحر بعد أن وصل أسطول بحري مسلم جديد وسرعان منتشر الجوع والمرض في معسكر الصليبيين وفي الخامس من إبريل من عام 1250 أمر لويس بالتراجع تم القضاء فعليا على الجيش الصليبي الذي خسر معظم رجاله بسبب المرض والجوع وقتل البعض خلال معارك هنا استسلم الجيش الصليبي وتم القبض على ملك فرنسا والذي قيل بأنه كان مريض المسلمين اشترطوا الدفع 400 ألف ليرا للإفراج عن الأسرة وفدية أخرى كبيرة للإفراج عن الملك الفرنسي وبه فرض المسلمين السيطرة على دميات وأنه الحملة الصليبية السابعة وبمجرد تحريره من أسر المسلمين رفض لويس العودة لفرنسا بعار الهزيمة ولكنه بقى في الشرق لأربع سنوات إضافية فيها أشرف على إعادة تحصين قاعدة عكا وأيضا معاقل صيدة ويافا وقيصرية أنشأ لويس أيضا قوة جديدة مبتكرة من 100 فارس كانوا ماهرين في القوس والنشابة على عكس الفرسان السابقين الذين كانوا متمركزين في مدن أو قلاع استراتيجية معينة يتم استخدام هذه القوة أينما كانت هناك حاجة ماسة لحماية المصالح اللاتينية في الشرق ساهمت الحملة الصليبية على رغم من التعثر العسكري الكامل في سقوط السلال الأيوبية في مصر في مايو من عام 1250 عندما أطاح بها الممالي حدثت تغيير في السلطة عندما قتلت مجموعة من الضباط الممالي توران شاه تبع ذلك 10 سنوات من القتال المرير بين الفصائل بين النبلاء الأيوبيين والجنرات العسكريين حتى وضع المماليك أنفسهم كأمراء جدد للأراضي الأيوبية السابقة رغم هذا ظلت حلب ودمشق تحت سيطرة أمراء أيوبيين تشير التقديرات إلى أن الحملة الصليبية السابعة كلفت لويس التاسع 1.5 مليون ليرة أي حوالي 6 أضعاف الدخل السنوي لملك فرنسا على الرغم من تكاليف المادية والمخاطرة المادية عاد لويس للحملات الصليبية وقاد الحملة الصليبية الثامنة في عام 1270 توفى لويس خلال الحملة الصليبية الثامنة في تونس في 25 أغسطس من عام 1270 وأصبح فيما بعد قديس وفي عام 1258 استولى المغول على بغداد مقر الخلافة العباسية بعد ذلك بعامين دخل المغول حلب ودمشق ثم هزمهم المماليك في معركة عين جالوت في عام 1260 وفي نفس العام أصبح الزعيم المملوكي بيبرز سلطان لمصر ووسع أراضيه أكثر في الشر كانت الحملة الصليبية السابعة هي آخر الحملات الكبيرة على بلاد الشام وكما عرفنا أن الحملة رغم أنها كانت مدعومة بالأموال والسلاح والرجال فشلت بسبب التخطيط السيء أما الحملة الصليبية الثامنة فقد انطلقت في عام 1270 وكانت مثل الحملة الصليبية السابعة بقيادة الملك الفرنسي لويس التاسا الهدف الرئيسي من الحملة هذه المرة كان الهجوم على مصر واستعادة الأماكن المقدسة سواء بالقوة أو التفاوض بما في ذلك القدس لكن هذه المرة خطط الملك الفرنسي بأن تكون أول هدف للحملة هو مكان جديد وهي تونس وضع الصليبيين تونس كهدف أولي في سعيهم للهجوم الشامل على مصر لكن هذه الحملة تلقت ضربة بعد وفاة لويس التاسع بسبب المرض في أغسطس من عام 1270 ولهذا فشلت الحملة حتى قبل أن تبدأ قاد لويس الحملة الصليبية السابعة التي واجهت كارثة في معركة المنصورة في إبريل من عام 1250 ولكن تم القبض عليه وأطلق صراحة بعد دفع ثدية واضطر للتنازل عن دمياض بقى لويس بعد ذلك في بلاد الشام لمدة أربع سنوات حيث قام بدعم بعض المدن الصليبية مثل عكا وبعد 16 عام حول الملك الفرنسي انتباهه مرة أخرى إلى الشرق ليعلن عن نيته الذهاب مرة أخرى كان لويس يرسل الأموال سنويا إلى الدول الصليبية في بلاد الشام بعد حملته الفاشلة ولكن بقية أوروبا كانوا مشغولين بالشؤون في أماكن أخرى في إنجلترا اندلعت حرب أهلية وكان البابوات في معركة مستمرة مع الإمبراطورية المقدسة للسيطرة على سيقلية وأجزاء من إيطاليا وكان واضح أنه لا يوجد اهتمام حقيقي بالشرق والأماكن المقدسة في الشرق في الوقت نفسه بدأ الوضع بالنسبة للمدن المسيحية قاتم كانت الأمبراطورية المغولية والتي تبدو عازمة على الغزو الشامل لكل الأماكن تقترب بشكل أكبر من ساحل البحر الأبيض المتوسط وفي عام 1258 تم الاستيلاء على بغداد مقر الخلافة العباسية تلتها حلب التي كان يسيطر عليها الأيوبيين في يناير من عام 1260 ودمشق في مارس من نفس العام وهنا علم الصليبيين بأنهم القادمين وسيصل لهم المغول بسهولة خصوصا عندما شن المغول غارات على عسقلان والقدس وشمال مصر بعد ذلك تم إنشاء حامية مغولية في غزة ومنه هجموا على الصيدة في أغسطس من عام 1269 ولهذا وبسبب عدد موجود مساعدة خارجية اضطر بوهمند السادس ملك أنطاكية وطرابلوس إلى قبول التباعية للمغول والسماح لهم بإنشاء حامية دائمة في أنطاكية في المقابل استطاع المسلمين بقيادة سيف الدين قطز والظاهر بيبرز صد هجوم المغول على مصر في معركة عين جالود في الثالث من سبتمبر من عام 1260 وفي عام 1260 أيضا قتل السلطان قطز بيد الظاهر بيبرز والذي نصب نفسه سلطان على مصر وحكم حتى عام 1277 واصل المماليك توسعهم على مدى السنوات التالية وقاتلوا المغول مرة أخرى حتى نهر الفرات لم يحارب بيبرز فقط المغول ولكن أيضا قام بالهجوم على المدن المسيحية فاستولى على قيصرية وأرسوف وقلعة فرسان الاستبارية وفي عام 1268 استطاع المماليك دخول أنطاكية وكان سبب الهجوم على أنطاكية أن مسيحي وأنطاكية كانوا على تواصل مع المغول لمساعدتهم على الاستيلاء على حلب في المقابل أعلن مسيحي وعكا الحياد لكن الأحداث التي حدثت في منتصف الستينات من القرن الثالث عشر بينت بأن الولايات الصليبية والوجود الصليبي في الشرق في طريقه للانتهاء وكان لويس التاسع يستعد للدخول للشرق مرة أخرى من خلال الحملة الثامنة وهدفه كان الانتقام أساسا بعيد عن الدين ولكن بموته انتهت هذه الخطة وفي أوروبا أعلن لويس التاسع عن الحملة الثامنة في مارس من عام 1267 بدعم من البابا كليمنت الرابع وتم دعوة عامة النبلاء والفرسان في أوروبا لمساعدة المسيحيين في الشرق مرة أخرى كما هو الحال في الحملات السابقة قامت دعاة بجولة مع الرسالة الصليبية وتم جمع المال بشكل هائل ومنه استاجر الملك سفن من مرسيليا وجنوة وكما كان في الحملات السابقة جاء الصليبيين من بلدان مختلفة مثل إنجلترا وإسبانيا وفريزيا وهولندا ولكنها كانت حملة يهيمن عليها الفرنسيين تضمنت أسماء كبيرة من النبلاء الذين اشتركوا منهم الفونس بواتي شقيق لويس والملك المستقبلي إدوارد الأول ملك إنجلترا والملك جيمس الأول ملك أراغون وتشارلز أنجو ملك سقلية وشقيق لويس تم جمع جيش يتراوح بين عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألف رجل مماثل للحملة الصليبية السابقة سادت فكرة أنه من أجل هزيمة المسلمين واستعادة السيطرة على الأماكن المقدسة كان من الأفضل هجوم من أفريقيا وعلى الرغم من أن الهدف الأول لم يكن دميات في مصر كما هو الحال في الحملة الصليبية السابقة لكن هذه المرة كان الهدف تونس احتاج الصليبيون إلى نقطة حشت بعد أن أبحرت الأساطير المختلفة عبر البحر الأبيض المتوسط وكان أمير تونس المستنصر حليف لجيمس الأول من أراغون الصليبيين وجدوا بأنه إذا كان من الممكن السيطرة على المنطقة فأنها ستوفر قاعدة صلبة يمكن من خلالها مهاجمة النيل في عام 1271 انطلقت جيش الحملة الثامنة إلى الشرق في مجموعات الأولى بقيادة جيمس الأول من أراغون في يونيو من عام 1269 والتي واجهت بعد ذلك عاصفة وكارثة وانطلقت شارز من أنجوف في يونيو من عام 1270 وبينما أبحر إدوارد الأول في أغسطس من عام 1270 لكن الصليبيين كانوا مترددين من الذهاب لتونس خصوصا بعد وصول أخبار دخول بيبرز لأنطاكية في مايو من عام 1268 وبداية انهيار الإمارات الصليبية وخلال يوليو من عام 1270 هبط الجزء الأكبر من الأسطول الصليبي في تونس ثم انتقل الجيش إلى قرطاج لإنشاء معسكر شبه دائم هناك وانتظار وصول الصليبيين الباقين وأيضا هذه المرة كان هناك تخطيط سيء للحملة فلم يكن هناك خط إمداد للمؤن والمساعدة لهذا الجيش الكبير وأيضا كان الطقس حار جدا عن الجيش من نقص المياه وانتشر بين الجيش المرض بسبب المرض توفى أبل لويس جون ترستان بل أن الملك نفسه أصيب المرض مثل ما حدثت له في الحملة السابقة لكن هذه المرة لم ينجو من المرض فتوفى لويس التاسع في الخامس والعشرين من أغسطس من عام 1270 تقول الأسطورة أن الكلمات الأخيرة للملك كانت القدس القدس تولى شارلز أنجو والذي كان قد وصل للتو قيادة الحملة الصليبية بعد وفاة لويس وتم اتخاذ قرار الانسحاب بعد التفاوض في صفقة مع أمير تونس لتسليم السجناء المسيحيين وضمان حرية العبادة في المدينة والتبرع بـ 210 ألاف أقية ذهب في هذه المرحلة وصل إدوارد الأول ملك إنجلترا أخيرا لأفريقيا ولكن هذا كان مع نهاية الحملة لتبحر الجيوش للسقلية على أمل إعادة التجمع والهجوم إلى الشرق لكن هذه الخطة لم تحدث بسبب حدوث عاصفة ومقتل ألف رجل أراد إدوارد الاستمرار في الانتقال للأراضي المقدسة لكن الجميع تخلى عن الحملة الصليبية وعلى الرغم من الفشل لم تتخلى البابوية عن فكرة الحملات الصليبية وصل إدوارد الأول وقوته المكونة من ألف رجل وانضم لهم حفنة من الفرسان الفرنسيين إلى عكا في سبتمبر من عام 1271 هذه الحملة يشار لها أحيانا باسم الحملة الصليبية التاسعة طبعا لم يتمكنوا من فعل الكثير لوقف خطط بيبرز التوسعية لكن إدوارد على الأقل استفاد من ذكره من قبل الشعراء وكتاب التاريخ لجهوده باعتباره الملك الأوروبي الوحيد الذي وصل للأراضي المقدسة من الحملة الثامنة وتم تنصيب لويس التاسع كقديس في عام 1297 لخدماته للصليب وبالعودة إلى بلاد الشام في عام 1291 مع سقوط عكا انتهت الولايات الصليبية والتي انشأت منذ الحملة الصليبية الأولى كان للحملات الصليبية عواقب وخيمة على جميع المطورطين إلى جانب الموت والدمار والمصاعب الواضحة التي تسبب فيها الحروب كان لها أيضا آثار سياسية واجتماعية كبيرة انهارت بيزنطا وأصبح البابوات القادة الفعليين للكنيسة المسيحية وسيطرت الدول البحرية الإيطالية على البحر الأبيض المتوسط وعلى التجارة بين الشرق والغرب وتم تنصير البلقان وشهدت شبه الجزيرة الأيبيرية طرد المسلمين إلى أفريقيا امتدت فكرة الصليبية إلى أبعد من ذلك لتوفير مبرر ديني لغزو العالم الجديد في القرنين الخامس عشر والسادس عشر وشهدت تكلفة هائلة الحملات الصليبية نمو العائلات الملكية في أوروبا وانخفال سيطرة النبلاء في المقابل وبسبب الحملات الصليبية استطاع الكثير السفر خارج البلاد وخاصة إلى الحد وعلى المدى الطويل كان هناك ظهور لجماعات الفرسان والتي أصبحت مرتبطة بالفروسية وكثير منها موجود بشكل أو بآخر اليوم طور الأوروبيين شعور أكبر بهويتهم وذقافتهم المشتركة مما أدى إلى ازدياد حدة الكراهية للأجانب غير المسيحيين وبالتحديد اليهود والمسلمين بسبب الحملات تطور أدب السفر والحروب وظهرت كتابات من الجانبين الإسلامي والمسيحي هذه الكتب خلقت أساطير من الجانبين وكانت سبب في ظهور قصص غير واقعية ومعلومات خاطئة حول أحداث الحملات الصليبية مهما كان توجهك أو معتقدك لا يستطيع أحد أن ينكر التأثير السلبي للحملات الصليبية ليس فقط في الشرق والمناطق التي طالتها الحملات ولكن أيضا في أوروبا انتهت الحملات الصليبية رسميا في القرن الثالث عشر ولكن بسببها ظهر أمر أعظم تسبب في دمار داخل العمق الأوروبي وهي محاكم التفتيش أصبحت الحروب الصليبية من القرن الحادي عشر للقرن الخامس عشر واحدة من الأحداث المهمة في العصور الوسطى في كل أوروبا والشرق الأوسط جلبت للحملات عواقب وخيمة أينما حدثت ولكنها أيضا دفعت بتغييرات داخل الدول التي نظمتها وحاربتها وحتى عندما انتهت الحروب الصليبية استمرت تأثيرها من خلال الأدب والوسائل الثقافية الأخرى بل أنه حتى اليوم يتم الحديث عنها ومحاولة إحياءها تمت كتابة العديد من الكتب والأبحاث حول الآثار والعواقب للحروب الصليبية على الحياة في العصور الوسطى وما بعدها وما لا شك فيه أنه كانت هناك تغييرات بالغة الأهمية في الحياة والسياسة والدين من القرن الحادي عشر للقرن الرابع عشر حيث قال مؤرغ تي اسبردك لا يزال الدور الدقيق للحملات الصليبية قابل للنقاش أي محاولة لتحديد تأثير هذه الحملات محفوف بصعوبة لأن هذا تطلب تتبع وعزل خيط واحد داخل نسيج التاريخ البعض يقول بأن تأثير الحملات الصليبية يمكن تلخيصه بهذه النقاط التالية أولا زيادة وجود المسيحيين في بلاد الشام خلال العصور الوسطى وثانيا ظهور مجموعات الفرسان وثالثا الدور المتزايد وهيبة البابوات والكنيسة الكاثوليكية على الشئون العلمانية ورابعا توتر العلاقة بين الغرب والأمبراطورية البيزنطية مما أدى في النهاية إلى تدمير بيزنطة وخامسا زيادة قوة العوائل الملكية في أوروبا وسادسا تشكيل الهوية الثقافية الجماعية في أوروبا وسابعا زيادة كراهية الأجانب والتعصب بين المسيحيين والمسلمين وبين المسيحيين واليهود والزنادق والوثنين وسابعا زيادة التجارة الدولية والتبادل الأفكار والثقافات وثامنا زيادة قوة المناطق الإيطالية مثل البندقية وجنوة وبيزا وتاسعا الاستيلاء على العديد من الأثار المسيحية وأخيرا استخدام الحملات الصليبية لتبرير الاستعمار والحروب والإرهاب ادعى هنان كورتيز فاتح الأستك بأن أتباعه كانوا جنود مسيحيين أو فرسان المسيح وبأنهم يشنون حرب مقدسة ضد الوثنين بهذا انتهيت من سلسلة الحملات الصليبية أتمنى أن تكون السلسلة قد حازت على رضاكم شاركنا في التعليقات عن رأيك في هذه الحلقة وتجد في نهاية وصف الفيديو رابط وركاست والذي به محتوى صوتي خاص وذا عجب محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك وممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع مختلفة ومنوعة